اشتركوا في القناة والعالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله وصلي على محمد وعالي محمد وعجل فرجهم فالعال أعداهم لعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله ولعن الله قاتلك في هذه الليلة نتقدم إلى ساحة القداسة إلى مولانا وسيدنا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه بأصدق التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد جده سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه وعلى الثلة المؤمنة من أهل بيته وأصحابه الذين استشهدوا بين يديه نسأل الله تعالى أن يعجل بفرج إمامنا إمام العصر صلوات الله عليه حتى يأخذ بثأر سيد الشهداء المظلوم ويقيم دولة الحق والعدل التي ينعم بها البشر أجمع غدا هو أعظم أيام السنة غدا ينتفض العالم محيا ذكرى سيد الشهداء صلوات الله عليه ومناديا بالولاء له والبراءة من قتلته وأعدائه غدا يعيش العالم الإسلامي أعظم أيام الحزن والحداد في هذه المصيبة العظمى التي لا مصيبة تفوقها غدا يتوجه المؤمنون إلى كل محفل عليه راية من رايات الحسين لإحياء ذكراه بالشعائر المقدسة وعلى رأسها وفي مقدمتها شعيرة الإدماء المقدسة عاشوراء هو يوم الإدماء المقدس وقضية عاشوراء أي قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يبقها حيا لم يبقها أو لم تبقها حية على مر الدهور إلى يومنا هذا إلا هذه الشعائر التي تعيد تمثيل هذه الواقعة وتعيد تجسيد هذه الواقعة وتصورها من جديد بصور حية يستشعرها كل إنسان يشارك فيها أو ينظر إليها الفرق بين هذه الذكرى وبين سائر الذكريات الأخرى التي تحتفل بها الشعوب هو هذا أنك هاهنا في قضية الحسين وفي ذكراه وفي ذكراه تجد أمته وأتباعه يعيدون تمثيل الواقعة من جديد فحين تنظر إليهم تشعر وكأن أمراً قد وقع الساعة لا أنه قد وقع قبل نحو ألف وأربعمائة عام تخيلوا أيها الإخوة المنظر إذا كان هناك شخص لم يسمع قط بالحسين عليه السلام وتضحيته وقضيته ويفاجأ وهو يمشي مثلاً في شارع من شوارع الغرب بموكب يسير في ذلك الشارع أفراده يلطمون ويضربون رؤوسهم وصدورهم باكين متفجعين جازعين بل لا يكتفوا بذلك إلى أن يخرجوا سيوفهم ويضربون بها رؤوسهم مدمين أنفسهم بهذا الشكل المهيب وهم يسيرون هاتفين يا حسين هذا الذي ينظر إلى هذا المشهد للمرة الأولى في حياته فإنه يحتز اهتزازاً من الأعماق يتأثر تأثراً لا مثيل له ويتساءل لعله صارخاً ما الذي جرى أية معركة الآن تجري في الشارع ما هذه الدماء لو أن رجلاً قال له إن هؤلاء يفعلون ما يفعلون بسبب استشهاد رجل مضى على استشهاده ألف وأربعمائة عام فإن هذا المشاهد قد لا يصدق ذلك لأن مستوى التفاعل الذي يشاهده لا يدل إلا على أن هؤلاء قد فقدوا عزيزهم التو الساعة طبيعة الإنسان هكذا أنت حين تفقد عزيزاً حفظ الله أعزائكم جميعاً ولكن كلنا شعرنا بذلك أنه في السنة الأولى أو في وقت فقد هذا العزيز إن كان أباً أو أخاً أو أياً يكن فإنا في الساعة الأولى نتأثر جداً أقصى حالات التأثر تكون في الساعة الأولى حين تسمع بفقد هذا العزيز ثم بعد ذلك يبدأ مستوى التأثر والتفاعل هذا يتناقص تدريجياً فبعد أسبوع مثلاً تجد مستوى حزنك مستوى تأثرك أقل بكثير من اليوم الأول وهكذا في السنوية الأولى في السنوية الثانية إلى ما بعد عشر سنوات يكون يوم ذكرى فقدك لذلك العزيز كسائر أيام السنة لا فرق بينه وبين سائر الأيام إلا اللهم إن استذكرت ذلك العزيز فأقمت مجلساً مجلس فاتحة مثلاً واستقبلت المعزين وقرأت شيئاً من القرآن وهديته إلى روح هذا العزيز وهذا فقط إلا الحسين صلواته الله عليه في كل سنة لا يتناقص هذا التأثر أبداً ولا تقل هذه الحرارة أبداً في صدور الناس تتجدد دائماً بتجدد الزمان وتنتقل من مكان إلى مكان وتنتشر بين الشعوب والأفراد على اختلاف أعراقهم وأصولهم وأنسابهم كل يحيي هذه الذكرى بنحو لا يحيي فيه أو به ذكرى أخرى على الإطلاق أمر عجيب لعلي ذكرت لكم سابقاً أن أول مجلس حسيني أقيم في لندن من ذلك الكولونيل البريطاني الذي أسلم وكان اسمه على ما أتذكر لبنس هوبت وسمى اسمه بعد الإسلام عبدالله عبدالله هوبت هذا الرجل كان كولونيل بريطاني يعني عقيد أظن الكولونيل عقيد وكان في فترة الانتداب البريطاني للعراق وكلف في فترة ما بأن يشرف على المناطق الجنوبية في العراق في أيام العزاء الحسيني المقدس في عشرة عاشراء فهذا الرجل فوجئ بتلك المواكب المهيبة التي ضرج أفرادها بالدم فاهتز كثيراً وتأثر كثيراً وبدأ يتساءل من معاونيه ومن المتعاونين معه ومن المترجمين وما أشبه ما الذي جرى وما الذي يجري فأخبروه بالموضوع أنه هذه الشعائر إلى ماذا ترمز وعن أية شخصية تحكي هذه الشعائر فهو ينقل يعني في مذكراته أنه تأثرت تأثراً شديداً وبدأت أبحث يعني أريد أن أقرأ المزيد عن هذه الشخصية وأفهم المزيد عن هذه الشخصية إلى أن قاده ذلك كله إلى أن يشهر إسلامه فلما عاد من العراق إلى بريطانيا كان هذا الرجل أول من أقام مجلساً حسينياً في داره هاهنا في لندن ودعا إليه بعض جيرانه وكانوا نصارى ولكن حكى لهم قصة الحسين عليه السلام وذكر كل ذلك في مذكراته ومن الجيد الاطلاع عليها فإنها مفيدة الشاهد هو هذا أن قضية الحسين عليه الصلاة والسلام لا تموت لأن هذه الشعائر باقي وتتجدد باستمرار أما لا سمح الله تعالى إذا ما انساق الناس إلى دعوات الجهات المنحرفة التي تحاول إماتة هذه الشعائر أو إماتة بعضها فإن ذلك سيفرغ الذكرى الحسينية أو يجردها من حرارتها يجعلها ذكرى باردة والذكرى الباردة سرعان ما ستموت مع مرور الوقت يبدأون أولاً بمهاجمة الإدماء أي التطبير فإذا تم لهم ما أرادوا وأماتوا هذه الشعيرة المقدسة لا سمح الله فإنهم سينتقلون إلى الضرب بالسلاسل الزنجيل أيضاً سيسوقون نفس المبررات هذه شعيرة غير حضارية هذه ممارسة لا تنسجم مع التحضر بزعمهم فإذا تم لهم ما أرادوا فإنهم سينتقلون بعد ذلك إلى اللطم العنيف على حد تعبير البتري الهالك محمد حسين فضل الله يقول أنا لست مع اللطم العنيف مع اللطم الخفيف لطم هالشكل خفيف خفيف أما موت رح تنزع وتلطم يا حسين وتنزل وكذا كما يفعله المؤمنون فإذا تم لهم هذا أيضاً فسينتقل إلى اللطم الخفيف وإذا تنزل عن اللطم الخفيف فسينتقلون إلى البكاء الذي عبر عنه أحمد الوائلي في إحدى مقابلاته في الإمارات على ما أتذكر لما كان يخطب هناك بأنه حتى هذا البكاء على هذا النحو أنا لا أقبله أو لا أجده مناسباً ويعني علينا أن نركز على القيم الحضارية وما إلى ذلك حتى البكاء أو الصراخ مثلاً يعني قبل سنتين على ما أتذكر نعثلقم هاجم الصراخ أنه لما الصراخ في قضية الشعائر لما هذه الضجة في حين أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام يقولون رحم الله تلك الصرخة التي كانت لنا وتصدى له المرجع الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله وألقى خطبة أو كان يعني جزءاً من درسه في الخارج في الحوزة العلمية في قوم وأكد على أهمية هذه الشعائر المقدسة وكان من جملة كلامه أنه لو سالت الدماء فالتسل ليس مهماً فالتجر الدماء من أجل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام على إتحال نقول هكذا لو انسقنا إلى ذلك الخط المنحرف المنهزم أمام الحضارات الأخرى الذي يشعر بالتصاغر أمام الحضارات الغربية أو أمام المجتمعات البكرية فإن هذا الخط سيقودنا نتيجة في المحصلة سيقودنا إلى هذا أن ذكرى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في أحسن فروضها لن تحيا إلا بدقيقة صمت كما طرح بعضهم بالفعل وفي أسوأ فروضها فإنها لن تعدو كونها تذكر على نحو حدث في مثل هذا اليوم شلون أكو برامج يقول حدث في مثل هذا اليوم هذا هو فقط هذا المثل هم معروف أنه اعتقل شخص وعذب تعذيبا شديدا وقيل له لماذا لا تعطيهم ما يريدون مع أنهم إنما يطلبون منك شيئا واحدا وهو قول ألف حرف ألف فقال لا لأنه إذا قلت ألف سيضربوني يقولون قل باء إذا قلت الباء سيقولون قل جيم وهكذا إلى أن أصل إلى الياء الإدماء بمثابة حرف الألف الإدماء الذي يعتبر قمة الشعائر التفاعلية الحسينية لأنك حين تتفاعل مع الذكرى بالدم الذي هو أغلى ما تملك فإن ذلك معناه أنك تعطي أروع صورة من صور التفاعل أو ترسم أروع صورة من صور التفاعل وترسل أعظم رسالة تبين فيها أنك مستعد للتضحية من أجل هذا المبدأ من أجل هذه الذكرى من أجل هذا الرمز الذي تتعلق به هذه الذكرى أغلى ما لدي هو الدم فهاء نذا أرسم لوحة تعبيرية بهذا الدم لكي أبين للناس أني مستعد بهذا الدم أن أفدي هذا الرمز وأن أجدد هذه القضية إلى الأبد التعبير بالدم يمثل القمة في هذه الشعار فإذا ما مات ذلك والعياذ بالله وليموت لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ هذه القضية وحفظ شعائرها إذا ما ماتت هذه الشعيرة لا سمح الله فسيجر ذلك موتاً لكل الشعائر الأخرى وبالتالي تموت القضية الحسينية ذاتها وهذا ليتم لتفهم الجهات المعادية والمنحرفة المندسة بيننا والتي تعيش عقدة التصاغر أمام الغير عقدة الإنهزام والتخلف الحضاري إذ لا تستشعر القيمة الحضارية لشعيرة الإدماء وسائر شعائرنا المقدسة المباركة التي تعاهدناها خلفاً عن سلف وحفظها علماؤنا الأبرار وأفتوا لا فقط باستحبابها وإنما أفتى بعضهم بوجوبها على نحو الوجوب الكفائي أقول لتفهم هذه الجهات أن معركتها خاسرة كم حاولوا أن يميتوا هذه الشعائر التي لا تروق لهم قضية مزاجية وليس قضية فقه وعلم وحضارة بالفعل لأنك إن أردت أن تقيم هذه الشعائر من الناحية العلمية أو الفقهية الشرعية فلا تجد غباراً عليها بل على العكس تجد الشرع يسندها وإن قيمتها من الجهة الحضارية كذلك فإنك تجد أيضاً أن الحضارة ترى أن هذه الشعائر لا غبار عليها الحضارة السوية العقل السوي للحضارات المنحرفة التي تبيح الشذوذ مثلاً هذه لا اعتداد بها أنت لا تأتيني بحضارة لا ترى حرجاً في أن ينكح الذكر الذكر ويعقد لهما في الكنيسة وتريد أن تجعل هذه الحضارة مقياساً لي تقيمني وتقيم شعائري وديني ومبادئي على أساسها مثل هذه الحضارة إن كانت حضارة فهي ليست مؤهلة لأن نخضع لها شعائرنا وممارساتنا إن ما تأتيني بأساتذة جامعات متنورين مثلاً ومطلعين على فلسفة هذه الشعائر أو على مغزاها وعلى الحكمة من ورائها في دراساتهم ثم قيمني على هذا الأساس قيم هذه الشعائر على هذا الأساس إن أردت تقييماً حضارياً سليماً ما زلت أعجب من الأبواق المعادية للشعائر الحسينية وبالذات شعيرة التطبير المقدسة كيف تغالط هذه الأبواق الناس وتوهمهم بأن هذه الشعيرة تسبب نفوراً لدى المجتمعات المتحضرة ويخصون منها المجتمعات الغربية في حين أن هذه الأبواق ذاتها تغض الطرف تماماً عن كل عالم أو أكاديمي أو باحث أو دارس من الجامعات الغربية الذين درسوا الطقوس الشيعية على تعبيرهم وعلى تسميتهم شيعة سيرومونيز وامتدحوا وأثنوا على هذه الشعائر وعبروا عن الحقيقة أنه لولا هذه الشعائر ما كان التشيع يبقى عبر هذه السنين المتمادية والطويلة مع كل الاضطهاد الذي عاناه هذا الخط لأن الشيء الوحيد الذي أبقى هذا التشيع غضاً طرياً يتجدد رغم الحرب الكونية التي كانت مفروضة عليه ولا تزال هو يوم عاشراء هو يوم عاشراء فقط إحنا إذا انشيل يوم عاشراء وما يجري في يوم عاشراء التشيع في زماننا يموت يندثر يوم عاشراء هو الذي يحفظ التشيع لأن التفاعل الجماهيري في يوم عاشراء لا يكون له مثيل وهذا التفاعل الجماهيري هو الذي يربط الجماهير هذه بالمبدأ وهو مبدأ التشيع يوم عاشراء يمثل اليوم الذي يشحن فيه الإنسان الشيعي نفسه إيمانياً وعقدياً ومبدئياً أعلى مستويات الشحن تلاقي في يوم عاشراء تشحن نفسك إلى سنة كاملة هؤلاء لماذا تعرضون عن ذكر أقوالهم في الشعائر الحسينية وترجعون مسألة التنفير إلى مجهول أو توعزوها إلى مجهول تقولون الجماهير أو المجتمعات الغربية تنفر هذه مغالطة في الخطاب مقصودة من قبلهم عين انكسار المغالطات الأخرى التي تبينت لكم في الليالي الماضية كيف يغالطون في دعوة السب والشتم واللعن ويختزلون منهج الجهر بالبراءة بهذه المفردة فقط ويغضون الطرف عن سائر الأمور الأخرى ما هو منشأه هذه الحالة عند القوم المنشأ هو هذا أيها الأخوة عقدت أنه يشعر بنفسه الصغير أمام الآخر حقير أمام الآخر يخجل من نفسه ماذا ترتجي من أناس يخشون في لندن مثلا أن يمشوا بزيهم الديني يعني هو معمم يخشى حين يذهب بالشارع أن يرتدي زيه الديني لأنه يستحقر نفسه أو يشعر بنفسه أنه شاذ عن المجتمع لا يريد العيون أن تنظر إليه هذه النظرة التي يظنها نظرة مستهجنة باعتبار أن أنا ألبس غير عن العالم فتلاقي روح السوق لابس لباس كأي واحد من هؤلاء أما حين يذهب فقط إلى المجلس أو إلى المسجد يرتدي أو يعتمر العمامة ويلبس الجبة والعباء أو يمشي وبعضهم يصفت كل هذا يخليه بالسيارة بس يوصل إلى المجلس يعني حتى بالسيارة ما مستعد أنه يكون يكون لابس بس يوصل المجلس يقوم يلبس وينزل هذا مع الأسف هو ما تجدونه كظاهرة على مجتمع ما يسمى المعممين في مثل هذه البلاد فماذا ترتجي من وراء هؤلاء يعني إذا كان هؤلاء إلى هذه الدرجة من الشعور بالنقص والحقارة أمام الآخر بحيث ما عند استعداد أن يظهر زيه الدين الذي يفخر به عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله أمام الناس ويكتفي فقط بأن يظهرها أمام فقط الشيعة يعني من حوله فأتتوقع من مثل هذا أنه لا يستشعر حرجا من مثل شعيرة التطبير مثلا أو من مثل شعيرة اللطم مثلا أو أي من هذه الشعائر المقدسة بعضهم صدقوني يفوته حتى وقت الصلاة خصوصا في مثل هذه الأيام حيث صلاة الظهرين تنقضي مبكرا يعني بحدود الساعة الرابعة عصرا يفوته وقت الصلاة لأنه ليس على استعداد أن يصلي في الشارع أو في محطة الأندرغرامد أو في السوق أو ما أشبه أو في الدائرة الحكومية إذا راجعها لأنه لا يريد أن الآخرين ينظرون إليه فمستعد على أنه يفوت الصلاة ولكن من أجل أن ماذا لا ينظر إلي بهذه النظرة هذا هو فرق بين منهجين أيها الأخوة بين منهج هذا الخط الذي يرى في نفسه العزة لا يخجل من نفسه لا من زيه ولا من منطقه ولا من تراثه الذي في كتبه يعرض كل شيء أمام الناس بشكل واضح وصريح ولا يخجل من شعائره ولا من طقوسه ولا من تقاليده فهو رجل عزيز يستشعر العزة في نفسه وبين الخط الآخر الذي يستشعر الحقارة في نفسه والنقص ولذلك يتخلى عن كل هذه الأمور تباعا أو يحاول التكتم عليها عادة ما تجد الذي يحارب منهج الجهر بالبراءة يحارب كذلك الشعائر الحسينية ما هو السر في الموضوع؟ لماذا؟ لأنه هو هذا ذاته بسبب العقدة الموجودة عنده ما عند استعداد أنه أنت تكشف للناس مثلا ماذا يقول الكليني؟ ما عند استعداد أن تبين للناس أحاديث أهل البيت عليهم وسلم ضد عمر مثلا أو عائشة يستشعر النقص أمام الآخر يحس بالحرج يحس بالخجل لما هكذا واحد يتكلم يكشف هذه الحقائق ماذا قال إمتنا عليه وسلم في هؤلاء الظالمين فكذلك هو نفسه الذي يستشعر الحرج وتجده تضطرب نفسه حين تظهر مثلا مشاهد التطبير المقدس على الفضائيات أو على وسائل الإعلام أو في صور الصحف أو ما أشبه هذا فارق بين منهجين منهج العزة والثقة بالنفس ومنهج التصاغر والمذلة والشعور بالنقص والحقارة نحن في هذه الليلة نريد أن نرد على هذه الأبواق وإن كنا رددنا أكثر من مرة وفصلنا القول في إثبات مشروعية الشعائر الحسينية المقدسة وعلى رأسها شعيرة الإدماء المقدس إلا أن نجد أيضا في هذه الليلة حيث أن أوكار الأفاعي هذه من هذه الليلة تبدأ تشتغل إلى باتشر محاولة ثني المؤمنين وصدهم عن المشاركة في هذه المواكب المباركة العظيمة والمشاركة في هذه الشعائر المقدسة حيث أننا في مثل هذه الليلة نواجه هذه الأوكار فإنه لا بد من أن نفصل القول من جديد من باب فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين وحتى لا يتزحزح أحد من المؤمنين عن مبدأه نعم نحن نعلم أن هذه الأوكار وهذه الجهات الفاسدة بعضها يستخدم السطوة والعنف من أجل أن يقضي على الشعائر المقدسة وشعيرة الإدماء كالنظام الجائر الحاكم في إيران هذا النظام في كل سنة كعادته يمارس أبشع صور الاضطهاد لكل من يروم المشاركة في إحياء شعيرة التطوير المقدسة ويبلغ من إجرامه أنه يعتقل الناس الذين يتوقع أنهم سيشاركون في ذلك وخصوصا في أصفهان يعتقلهم قبل يوم العاشر من محرم ولا يفرج عنهم إلا بعد يوم العاشر من محرم حتى يفوت عليهم هذه الفرصة قبل يومين أخبروني أنه دخلوا كالوحوش جلاوزة الطاغية خامنئي دخلوا كالوحوش على إحدى المجالس البيتية في مدينة أصفهان واعتقلوا عشرين شابا وأودعوهم في يعني مع المجرمين أو الآثمين بالقضايا المدانين بالقضايا الأخلاقية بخشي أمنية أخلاقي أودعوهم هناك وقالوا لهم أنه إحنا عدنا بالليستة بعد هم ميتين نفر راح نعتقلهم وما نفرج عنكم إلا بعد يوم العاشر حتى لا يشاركوا في التطبير إنه المنهج الأموي اليزيدي ذاته نفس المنهج نفس المنهج قبل سنوات قتلوا شابا هو أكثر من شاب بس على الأقل هذا الذي يعني أبلغنا به وحصلنا على صور الفيديو الواضحة وموجودة على الموقع لمن أراد هذا الشهيد رحمه الله تعالى حميد رضائي شاب عمر سبعة عشر عام فقط قتل يوم العاشر من محرم لأنه كان يطبر قتل قتل وغيره ممن قتلوا وسبحان الله لا تجد فرقا بين هذا النظام الذي يدعي التشيع وهو يحارب الشعائر المقدسة وبين مثل نظام آل سعود مثلا أو نظام صدام سابقا أو أي نظام من هذه الأنظمة القمعية التي كانت تحارب الشعائر المقدسة كل نظام يحاول القضاء على مثل هذه الشعائر لأنها في الواقع هي التي تحرك الجماهير وتدفعهم نحو الثورة الآن في هذه الأيام تعلمون أن النظام الخليفي الجائر في البحرين هذا النظام اللعيم أيضا يمارس الآن اعتداءات على مواكب العزاء وعلى المجالس الحسينية نفس المنحج المنهج ذاته المنهج الأموي اليزيدي المشكلة ليست في أن أنظمة تحارب هذا أمر معتاد الحسين ضد الأنظمة الظالمة الدكتاتورية هذا أمر معروف لذلك كل من يرتبط بالحسين وشعائر الحسين ومجالس الحسين يحارب بنحو ما من أنحاء المحاربة من قبل الأنظمة أحيانا المحاربة تكون بشدة أحيانا لا تكون بأقل من ذلك مستويات متفاوت يعني مثلا في الكويت مثلا أيضا تمنع المواكب من أن تسير بالشارع ما يسمحون للناس أن يسيروا بالشارع في مواكب الآن مجددا أبلغت أنه ما يسمحون لهم بعد الساعة 12 ونصف الليل يستمرون بالاجتماع ولو داخل الحسينيات ويحيون مثلا إلى الصباح قرارات صادرة ما أدري مدى الالتزام بها حرفيا ولكن المهم أنها قرارات فالمستويات تختلف أيها الإخوة لكن المهم المنهج هو عنده مشكلة مع شيء اسمه حسين وشعائر الحسين هو يرى أنه إذا ما ترك الأمر هكذا للشعب الشيعي أو للأمة الشيعية أنها تنتفض علينا في كل يوم عاشر من محرم وهذا خطر ممكن لحظة واحدة في يوم العاشر مع شدة الحماس الحسيني الذي ينتاب هذه الجماهير إذا كان لها قائد واحد يوجه الدفة أو البوصلة فجأة ضدنا فرح كلنا نسقط لأنها قضية حماس لو استطاع أحد أن يوظف هذا الحماس الحسيني الملتهب يوم العاشر من محرم ضد بعض الأنظمة المعادية مثلا فهذه ستكون انتفاضة كبرى يكون هذا الربيع بالنسبة إليها لا شيء هذا الربيع العربي حقيقة إذا ثارت الأمة الشيعية لأنه من يقدر الصهاين أنفسهم كما ينقل هذا نفس الشيخ علي الكوراني في إحدى كتبه أنا قرأت أنه الصهاينة لما خرج موكب التطبير أيام الاحتلال لجنوب لبنان الشريط الحدود المحتل خرج موكب التطبير من النبطية ارتعدوا لما رأوا هذا المنظر وكل رجع إلى ثكناته ومن هنا انطلقت شرارة المقاومة من هنا انطلقت شرارة المقاومة هو يؤكد على ذلك من واقع معايشة ومعاينة وهو من أهل تلك الديار موكب التطبير يرعب الطغاة يرعب الطغاة الاتحاد السوفياتي السابق مع بطشه وجبروته ومع يعني معروفة بعد جمهورية استالين بعد واحد ما يعرف يعني أنه استالين شنو سوى لا نظير له أصلا يعني ملايين حرقهم ملايين تعلمون أن الاتحاد السوفيتي السابق وخصوصا في الحقبة الاستالينية دمر كل مراكز العبادة الإسلامية المساجد حارب الأديان عموما والدين الإسلامي خصوصا الدين يؤفيون الشعوب هكذا يقول لينين فحاربوه وقضوا على كل المظاهر الإسلامي لا صلاة جماعة ولا صوم ولا عيد ولا حج ولا يعني بالكاد حقيقة كان خصوصا يعني أبناء الجمهوريات هذه اللي الآن استقلت الجمهوريات المسلمة كانوا يعانون الكثير في أيام الاتحاد السوفيتي السابق وخصوصا في الحقبة الاستالينية شيء واحد ما كانوا يستطيعون أن يغضوا عليه شيء واحد فقط مواكب التطبير في يوم العاشر المحرم اسألوا الإخوة الآذريين يعني من الآذربيجان يقولون لكم إحنا كنا ممنوعين من كل شيء ولما كنا نتمرد كنا نقتل كنا نذبح كنا نسجن لذلك كلنا إذا نسوي أي ممارسة عبدية إسلامية ففي السراديب لا أكثر إلا شيء واحد كنا نتمرد ولا يصيبنا شيء كان العدو يفر وهو يوم العاشر من محرم حين كنا نرفع عالم العباس عليه الصلاة والسلام ونسير في الشوارع ونضرب رؤوسنا وندمي أنفسنا فكان هؤلاء من رعب المنظر ومن مهابة الموكب كانوا يتركوننا لحال سبيلنا ما يتصدون لنا بأي شيء معنا بيدهم البنادق وهؤلاء بيدهم السيوف لكن سبحان الله الله عز وجل يدخل في قلب العدو الرعب اسم الحسين عليه السلام اسم حيدر يدخل في قلب العدو الرعب هذه الشعائر وعلى الأخص شعيرة الإدماء حقيقة مفخرة كما يقول السيد المرجع دام ظله مفخرة التشيع شعيرة التطبير شعيرة الإدماء والذي لم يفهم هذا بعد عليه أن يفهمه ويتدارك ما فات لأنه يكون قد حرم نفسه من ثواب وأجر عظيم إن لم يكن يشارك في هذه الشعيرة المقدسة اعتراضا لا سمح الله يقول المعادون للشعائر المقدسة وشعيرة الإدماء أن هذه ليست بشعيرة لم يطبر المعصومون فنحن لماذا نطبر وعادة ما يتحدون الناس هكذا وهذا جهل حقيقة بأصول الاستدلال والحجاج هكذا يقول إحنا نتحداكم تجيبو لنا رواية واحدة إن الإمام الصادق طبر يوم العاشر حتى نقبل منكم مع أن هذا في أسلوب الاحتجاج خطأ علميا خطأ لأن للقائل أن يقول هاتي لي رواية واحدة إن الإمام الصادق منع من أن يطبر الإنسان نفسه أو يدمي نفسه في يوم العاشر أو في غيره والأصل في الأشياء هو الإباحة وليس الأصل في الأشياء هو الحرمة حتى ترتب نتيجتك هذه على هذا الأصل هذا من جانب من جانب آخر من الذي قال لك أن المعصومين عليهم الصلاة والسلام ما أدموا أنفسهم في يوم على قضية الحسين عليه الصلاة والسلام بشكل عام من الذي قال لك هذا فعله المعصومون عليهم الصلاة والسلام ثابت أنهم قد أدموا أنفسهم المهم أصل الإدماء إذا أحرزنا أن المعصوم قد أدمى نفسه من أجل الحسين عليه الصلاة والسلام فهذا يكفي في إثبات شرعية وحلية بل واستحباب أن يدمي الإنسان نفسه بهذا العنوان ولهذا الغرض أما الكيفية فهي شأن للمكلف هذا الكيفية الممارسة التي يدمي فيها الإنسان نفسه هذا موكل للمكلف هناك من يعجب أن يدمي رأسه هناك من يعجب أن يدمي ظهره مثلا مثل إخوة الباكستانيين هذا الشيء راجع طبقا للعرف والعادة والشعائر وعلى ما تعرفت عليه الشعوب كل في تقاليدها الحسينية فلا يقول أن أحد أنه مثلا هذه الروايات التي سنذكر بعضا منها الآن والتي تثبت أن المعصومين عليهم الصلاة والسلام قد أدموا أنفسهم لا يقول أنهم ما أخذوا سيفا وقالوا حيدر ضربوا روسهم لأنه للقائل أن يقول كذلك هم المعصومين عليهم الصلاة والسلام ما نصبوا من برن وما تجمعوا حوله حلقات ووقفوا واحد شاعر أو لطام وكان يلطم وهم يلطمون بهذه الردات المتعارفة على النحو الذي نحن نعمله اليوم هل المعصومون كانوا هكذا يصنعون إنما الثابت هو الأصل أن المعصومين عليهم الصلاة والسلام قد ماذا لطموا أنفسهم ضربوا أنفسهم وقالوا عليهم السلام على مثل الحسين تلطم الخدود تشق الجيوب موشكل هذا كاف وأنهم كانوا يستمعون إلى المراثي أما هذه التقاليد وهذه الشعائر التي تعارفنا عليها اليوم فلم تكن معهودة عند المعصومين عليهم الصلاة والسلام كلها على هذا النحو على هذا النحو المتطور لأن الأمر تطور ماذا بمرور الزمن أصلاً هذا منطق وهابي غبي الوهابي شنو يقول الوهابي يقول تعال اثبت لي أنه في زمان النبي كان أكو حسينيات هذا منطقة وهؤلاء نفس المنطق يتحدثون لأن الزبي الوهابي يجاب علي أنه صحيح ما كان أكو في زمان النبي صلى الله عليه وآله حسينيات ولكن هذا ليس ملازماً للحكم على الحسينيات بأنها بدعة أو غير مشروعة وإلا ما كان في زمان النبي فضائيات يلا كلكم أنتم مبتدعة شكاكوا في زمان النبي فضائيات يطلع عرعور وزرزور على الفضائيات ويدعون للدعوة الإسلامية ما كان هكذا خلص قعدوا بيوتكم بدعة بدعة هذه ولكن ذلك لا يمنع منه الشارع كان أكو في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله جمعيات خيرية جمعيات إسلامية كان أكو في زمان النبي صلى الله عليه وآله البكرين عندهم كل واحد كل مكان ما شاء الله وينما تروح السوق خالي لك كشك وفيه واحد جزاك الله خير جزاك الله خير اتفضل جمعية خيرية ادفع ما كان أكو هل نقول أيضا بأن هذا بدعة كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله المدارس الإسلامية على النحو الذي هو جار عندهم الآن عندهم مدارس إسلامية كثيرة يربون الأبناء على حب عائش وعلى الإجرام وعلى كره الآخر ما كانت في زمان النبي صلى الله عليه وآله فإذن هذا منطق وهابي كيف تسلل إلى شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا أنت تعال اثبت لي أنه كان أكو موكب تطبير زمان المعصومين حتى أنا أروح أطبر عجيب هذا المنطق تعال أنت اثبت لي أنه في زمان المعصومين كان أكل أطمية على هذا النحو الذي يجري كان أكو ردات حسينية على هذا النحو الذي يجري كان أصلا أكو حسينيات في زمان المعصومين يعني كان أكو الدور خاصة أنشئت وعمرت باسم حسينية فقط لإحياء ذكر الحسين عليه السلام ما كان كان أكو زنجيل في زمان المعصومين ما كان فإذن هذا ليس منطقا المهم أولا الأصل في الأشياء الإباحة والحل وليس الحرمة والمهم هو إثبات أصل هذه الشعيرة أصل هذه الممارسة المعصومون بكوا فإذن نحن نبكي حتى وإن كان البكاء عندنا متطورا البكاء عندنا يصاحبه آهات مثلا يقول الخطيب شيئا الأبيات التي يقولها ونحن نرد عليه بماذا بآهات معينة ونبكي هذه ممارسات متطورة عبر الزمن المعصومون ضربوا أنفسهم على الحسين لطموا كذلك نلطم المعصومون أدموا أنفسهم على الحسين عليه الصلاة والسلام فنحن كذلك ندمي أنفسنا ولكن بأشكال متطورة هذا تطور طبيعي لكل أنواع العزاء الحسين كل شعائر الحسين عليه السلام تطورت عبر الزمن وجددت فيها الشعوب ولكن كل هذا التجديد هو تجديد ممدوح وليس ابتداعا وإلا يكون منطقكم منطقا وهابيا الآن لما نحن نجدد الدعوة عن طريق الفضائيات والكاميرات وما أدري هذا لا هذا شنو اسمه آيفون البرامج اللي توصل الآيفون هذا كان سابقا قبل عشر سنوات مثلا ما كان موجود ولكن الآن عامة المبلغين عامة مثلا العلماء الخطباء كل منهم تطور إلى هذا المستوى أكل الآن مرجعية ما عندها موقع انترنت ماكن عادة هم الخطباء عندهم مواقع انترنت يدعون عن طريق الانترنت يدعون عن طريق الفضائيات هذا كله صار تطور كان عندنا سابقا مسلسلات وأفلام عن أهل البيت عليهم السلام يعني ندعو من خلال المسلسلات والأفلام التمثيل وما أشبه كان ما كان هذا التطور هل يقال عنه بدعة أي إنسان هذا يفقد عقله ويقول أنه لهذا الفيلم بدعة هذا لأنه ما كان في زمان المعصومين فيلم عجيب هذا المنطق سبحان الله ما كان في زمان المعصومين ميكروفون ما كان في زمان المعصومين قنوات فضائية فكذلك ما كان في زمان المعصومين مواكب تطبير منظمة على هذا الناحو ولكن هل هذا معناه أن هذه المواكب حرام خلاص ستصير سائر الأمور أيضا حرام هذا الأحمق الذي يقول التطبير بدعة هذا لا يفهم شيئا بالفقه علينا أن نقول على الفقه السلام إذا كانت الأمور تجري على هذا النحو الإدماء صدر عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام في شأن الحسين عليه السلام ولدينا أكثر من شاهد ومورد على ذلك من بين تلك الموارد مثلا ما رواه العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في موسوعة بحاره عفوا في كتابه جلاء العيون وفي غيره من المصادر أن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه كان إذا قدم له إناء فيه ماء ليشرب يبكي حتى يملأه الدم إخواني لاحظوا مسألة مهمة العين هذه أرق أعضاء بدن الإنسان هذه العين معروف يعني إذا تمزقت العين مثلا إذا مثلا أصابها ضرر صعب إصلاحه بالنسبة إلى سائر أعضاء البدن سائر أعضاء البدن إذا تمزقت إذا ضربت ما ليس أمر علاجها صعبا كما هو الحال بالنسبة إلى العين لأن العين رقيقة وحساسة جدا العصاب الدموية التي في العين جدا رقيقة وحساسة الغشاء اللي موجود في العين جدا رقيق وحساس هذا أصعب أو أرق أجزاء بدن الإنسان هذه العين الخبراء يقولون يعني الأطباء العلماء في هذا الشأن يقولون هذه العين لها على ما أتذكر 96 غدة هذه التي تفرز الدموع شلون تفرز الدموع هذه هذه إتروح تأخذ البخار لما ينفع للإنسان عاطفيا أو لعارض ما مثلا الغبار أو ما أشبه أو أيا يكون في الجو هذه إتروح تأخذ الدم الدم فيه بخار نسبة من البخار الدم فتاخذ بخار الدم تكثفه فينزل عن طريق القنوات القنوات عددها 12 بعدد المعصومين عليهم الصلاة والسلام هذه القنوات التي ينزل منها الدمع تتكثف فتصير شنو؟ دموع الآن لاحظوا متى العين تدمع دم اسألوا الأطباء اسألوا العلماء يقولوا لك أنه العين تستمر في البداية بأن تفرز ماذا الدم اللي هو بخار الدم فإذا فرزت الكثير من الدموع بحيث لم يبق بخار في الدم تفرز نفس الدم يصير هناك احتقان يصير احتقانات معينة في العين وتبدأ الدموع تنزل من العين وهذه حالة مشاهدة أنت تشوف الإنسان اللي يبكي كثيرا عيونه شنو تحمر ليش تحمر لأنه يقترب من الدماء إذا استمر بالبكاء مثلا افرض مدة أسبوع يبتدي يتحول ذلك إلى احتقانات وإلى حالة مرضية في العين إلى درجة أنه دماء تنزل هالمرة من العين وهذا هم إذا استمر إذا افترضنا هم فوق أسبوع استمر يبكي وكل دماء كانت تنزل فهذا يسبب تلف للأغشية والعين إلى أن يسبب العمى مطلقا إلى هذه الدرجة الإمام زين العابدين هكذا كان يصنع ونحن نعلم أن فعل المعصوم لا يكون إلا بإرادته المعصوم ومثل البقية حتى تقول لي هذا كان لا إراديا مثلا لهذا بإرادته يقدم له الماء يبكي حتى يملأه دم كل يمتل دم مبعد أنه قطر قطرتين هذا إدماء وهو كاف في إثبات مشروعية الأصل أصل الإدماء بعض الجهل قد يقول هكذا إحنا رجعنا إلى بعض النسخ المتداول اليوم أي المطبوع الآن من جلاء العيون وغيره فما وجدنا اللفظ هكذا يبكي حتى يملأه دم وجدنا اللفظ هكذا يبكي حتى يملأه دم عن حتى يملأه دم عن بعض النسخ اليوم الموجودة هكذا مكتوب فيها ولكن هذا تصحيف نبه عليه العالم آية الله الشيخ حسن المظفر في كتابه نصرة المظلوم الصفحة العاشرة ماذا يقول هناك؟ يقول روى المجلس على الله مقامه والسيد عبدالله شب رفع الله درجته في كتاب جلاء العيون إن زين العابدين عليه السلام كان إذا أخذ إناء ليشرب يبكي حتى يملأه دم وهذا بظاهره من غرائب الأخبار فإن العيون لا تسيل دموعها دم ولذلك كنت أحتمل وقوع التحريف فيه وأن الصحيح دمعا بدل دم يقول أنا هم تعجبت من الخبر يمكن يكون دمعا الصحيح لكني وجدت المخطوط والمطبوعة من الجلاء وغيره يعني من كتاب الجلاء وغير الجلاء رجع إلى المخطوطات الأصلية المخطوطات الأصلية كما هو مروي فيه يعني دم وليس دمعا وعليه فأقرب توجيهاته أن يقال إن العيون وإن لم تبكي دم لكنها لكثرة البكاء والاحتراق تتقرح أجفانها فإذا اشتد البكاء تنفجر القروح دم يمتزج بالدموع فهو إذا سال في الإناء يسيل كأنه دم ويصدق حين إذن أن يقال يملأ الإناء دم فإذا لا بد أن يعني يتنبه إلى هذا التصحيف الذي مرده اختلاف النسخ المطبوعة اليوم هذا الحديث الشريف يساعده ويصدقه حديث شهير رواه شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه وغيره وتجدونه كذلك في بحار الأنوار للعلامة المجلسي عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا هذا الجفن يتقرح يتقرح يعني شنو يعني يدمى التقرح شنو هو التقرح إدماء لا يكون هناك قرحة في بدن الإنسان إلا يكون ذلك مصاحب لماذا لدم حتى القرحة الداخلية شنو القرحة الداخلية فإذا ما فهمته أن تقرح الأجفان لا يعني إلا خروج الدم بسبب ماذا جفاف البخار كما قلنا أنه ما كبعد بخار في الدم من كثرة البكاء فمعنى ذلك وتضم هذا الحديث الآن إلى حديث الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام فهذا يقوي ذاك كذلك معنى هذا أن المعصومين عليه الصلاة والسلام المهم من حيث الأصل قد أدموا أنفسهم من أجل الحسين عليه الصلاة والسلام يضاف إلى هذا أثر ثالث معروف مشهور معتبر وهو ما جاء في زيارة الناحية المقدسة عن إمامنا وسيدنا صاحب العصر أرواحنا وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوع دَمًا وَلَا أَبْكِيَنَّ تَأْكِيد تَأْكِيد فهذه ثلاثة أدلة وآثار وأحاديث تدل على أن المعصومين عليهم الصلاة والسلام من حيث الأصل أدموا أنفسهم على الحسين صلوات الله عليه فما دام هذا ثابتا من حيث الأصل فلا يسع أحدا أن يقول إن هذا لا أصل له لا يسع أحدا أن يقول مثل هذه الكلمة هذا له أصل نعم تطورا مع مرور الزمن إحنا ما نتمكن إحنا مو قدرتنا قدرة المعصوم عليه الصلاة والسلام حتى نبكي دمًا من عيوننا صراحة إحنا ما نتمكن طورنا ذلك إلى إدماء الرؤوس إلى إدماء الظهور إلى إدماء الصدور بعض الجماعات في الهند مثلا إدماؤهم هكذا في يوم العاشر أنه يأخذون يلبسون فتشيء مثل محابس أو مثل خواتم فيها شفرات ولما يلطم يلطم هالشكل هالشكل فيصير هناك ماذا جروح في الصدور وينبعث منها دم كل شعب راحت بعد خلص هذا يريد أن يدمي رأسه يريد أن يدمي ظهره يريد أن يدمي صدره أيا يكن هذا أمر موكول للإنسان المهم هو إثبات الأصل أنه من حيث الأصل المعصومون عليهم الصلاة والسلام قد أدموا أنفسهم بل الله أدماهم الله أدماهم علمهم على أن يدموا أنفسهم على الحسين عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن يولد نحن نعلم أن الأنبياء من المعصومين صلوات الله عليهم نعم هم ليسوا من المعصومين الأربعة عشر لكنهم معصومون فعلهم ماذا حج الأنبياء صلوات الله عليهم نحن نفاجأ في الأحاديث الشريفة أن أنبياء الله العظام الله أدماهم حتى قبل ولادة الحسين عليه السلام من أجل أن تسيل دماؤهم موافقة لدم الحسين عليه الصلاة والسلام في كربلا لاحظوا معي هذه الرواية مثلا التي رواها العلامة المجلسي ورواها الطريحي في المنتخب وغيرهما وغيرهما أن آدم أن آدم لما هبط إلى الأرض لم يرى حواء عليهما السلام فصار يطوف في طلبها يطوف في البلدان يطوف في الأرض فمر بكربلاء فاغتم وضاق صدره من غير سبب وعثر في الموضع الذي قتل فيه الحسين حتى سال الدم من رجله عثر الله جعله يتعثر في ذلك الموضع هذا من التدريب الإلهي لأنبيائه وأوليائه عليه الصلاة والسلام عثر سال دم من رجله الشريفة فرفع رأسه إلى السماء وقال إلهي هل حدث مني ذنب آخر فعاقبتني به فإني طفت جميع الأرض وما أصابني سوء مثل ما أصابني في هذه الأرض فأوحى الله إليه يا آدم ما حدث منك ذنب ولكن يقتل في هذه الأرض ولدك الحسين ظلما فسال الدمك موافقة لدمه هذا آدم عليه الصلاة والسلام أول من أدمي لأجل الحسين وهو أبو البشر ثم تقول الرواية أن إبراهيم عليه السلام مر في أرض كربلاء وهو راكب فرسا فعثرت به وسقط إبراهيم وشج رأسه وسال دمه المطبين يشجون رؤوسهم يسيلون دمه يعني عينا مثل الذي حصل لإبراهيم عليه السلام بأمر بأمر الله تبارك وتعالى الله والعياذ بالله غير حضاري إبراهيم مر في أرض كربلاء وهو راكب فرسا فعثرت به وسقط إبراهيم وشج رأسه وسال دمه فأخذ في الاستغفار قال استغفر الله ربي وأتوب إليه وقال إلهي أي شيء حدث مني فنزل إليه جبراهيم عليه السلام وقال يا إبراهيم ما حدث منك ذنب ولكن هنا يقتل صبط خاتم الأنبياء وابن خاتم الأوصياء فسال دمك موافقة لدمه أن موسى عليه السلام كان ذات يوم سائرا ومعه يوشع بن نون عليهما السلام فلما جاء إلى أرض كربلاء انخرق نعله وانقطع شراكه الرابط ما للنعل ودخل الحسك في رجليه وسال دمه فقال إلهي أي شيء حدث مني فأوحى الله إليه أن هنا يقتل الحسين وهنا يسفك دمه فسال دمك موافقة لدمه لركزوا فيما جاء في هذه الرواية من أنه قد أسال الله عز وجل دماء أولئك الأنبياء العظام صلوات الله عليهم لمجرد أن يوافق دمهم وإسالة دمائهم توافق إسالة دماء الحسين هذه الموافقة نحن نصنعها في كل يوم عاش هذه الرواية تكشف أن هذا الأمر مطلوب عند الله تبارك وتعالى هو يحب أن أحدا يسيل دمه موافقة لدم سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ولذلك أسال دماء أنبيائه فعلى ماذا ينكرون على ماذا ينكرون أينكرون على الله الله هكذا صنع بأنبيائه وهكذا نصنع بأنفسنا تأسيا على الأقل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تأسيا بالأنبياء وهكذا نصنع بأبنائنا وحتى أطفالنا كما أن الله عز وجل صنع هذا بأنبيائه فإنا كذلك نصنعه بأطفالنا لأننا نريد أن نعودهم نربيهم على أن يسيلوا دماءهم موافقة لدم الحسين عليه الصلاة والسلام حتى يرتبط برابط الدم مع الحسين عليه الصلاة والسلام كما فعل أولئك الذين تأخروا في القدوم إلى كربلاء وكانوا بقيادة صعصعة بن صوحان حين وصلوا متأخرين بعد تسعة أيام من معركة كربلاء لأنهم جاءوا من البحرين فوصلوا متأخرين كما ذكر في التاريخ وصلوا متأخرين إلى كربلاء المقدسة فعلموا أن الحسين عليه الصلاة والسلام قد قتل ما تحملوا الأمر فبدأوا يضربون أنفسهم وأخرجوا سيوفهم من أغمادها وضربوا رؤوسهم وتقول الروايات التاريخية أن دماءهم قد سقطت على قبر الحسين عليه الصلاة والسلام فامتزجت مع دم الحسين امتزجت مع دم الحسين بعد التسعة أيام من شهادة سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه عليه الصلاة والسلام هؤلاء هكذا صنعوا لأنهم ما وجدوا وسيلة يعبرون فيها عن ولائهم للحسين عليه الصلاة والسلام أمام السماء أمام الله تحت السماء أمام الله تبارك ويجعلون الرابط الذي يربطهم بالحسين رابط الدم إلا هكذا هكذا أيضا الله عز وجل ربط بهذه الرابط بين أنبيائه وبين الحسين عليه السلام حتى قبل ميلاده نحن نعلم أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بكى الحسين قبل ميلاده وحين ميلاده يعني أقام أول مجلس حسيني بل كذلك الأنبياء عندنا روايات كثيرة أن الأنبياء عليه السلام كانوا يبكون الحسين عليه السلام حتى قبل أن تقع مصيبة الحسين قبل أن يولد الحسين الحسين استثناء فكذلك في شأن الإدماء هو استثناء يدمي الإنسان نفسه من أجل الحسين لا حرج في ذلك أبدا لا حرج وإلا لكان حرج على أنبياء الله صلوات الله عليه هذه السيرة كاشفة عن مشروعية الأصل وهو الإدماء أنبياء الله أدموا أنفسهم أدماهم الله المعصومون أدموا أنفسهم وعبروا عن هذا الإدماء والأصحاب الأبرار كسعصاعة بن صوحان أدموا أنفسهم ماذا تريدون أكثر من هذا لإثبات مشروعية الأصل ترى للعلم أصلا لا نكاد نجد لشعيرة أخرى في ثبوت الأصل ما نجده لشعيرة الإدماء المقدسة للعلم ترى يعني إذا أردت حقيقة أن تنقب وتفتش في الآثار والروايات ما تجد من الآثار التي تدعم الأصل مثل ما تجده إلى التطبير إلى شعيرة الإدماء المقدسة والعجب أن الأمر ينعكس عند القوم يصححون تلك الشعائر ويحاربون التطبير ويقولون مما لا أصله هذا وهم كبير مرده قلة العلم والمستوى العلمي الضحل لهؤلاء والناس الذين ينساقون وراءهم ويخدعونهم وإلا الفقه واضح ولذلك نحن لا نجد أنا شخصيا لا أعرف مع الطلاع الكثير على آراء الفقهاء وعلى هذه صنعة أصلا لا أعرف فقيها شيعيا معتبرا يعني اجتمعت فيه الشرائط مو منتحلي الفقاه والمرجعية أو المنحرفين لا أعرف فقيها معتبرا أفتى بحرمة التطبير أنا لا أعرف شخصيا حتى ما يستدلون به من أنه فلان حرم التطبير مثلا يقولون السيد محسن الأمين والسيد محسن الأمين ما كان مرجع ما كان مرجعا سيد محسن الأمين وما كان خاليا من النقائص السيد محسن الأمين عنده آراء تعتبر بعيدة جدا عن التشييع الأصيل كتبه واضحة في هذا الشيء ما كان مرجعا عن الرجل ولما قال ما قال العالم الشيع كله بفقهائه ردوا عليه إلى درجة أن بعضهم فسقه بسبب ذلك كيف يتمسك برجل كهذا وعلى هذا النحو لرد شعيرة عظيمة تسالم على الفتوى باستحبابها الفقهاء العظام السابقون واللاحقون أحيانا مثلا يعني حقيقة أكاذيب عجيبة واستدلالات أنا شخصيا أعجب منها أنه مثلا السيد أبو الحسن الأصفهاني حرم التطبير مع أنه لا فتوى مكتوبة في ذلك مجرد الدعاءات ومنقولات فقط أما كفتوى لا تجد شيئا بل على العكس كفتوى مكتوبة تجد العكس تجد العكس يعني أحد كبار تلامذته هو الشيخ الطبسي الشيخ الطبسي سؤل أنه هل أستاذك السيد أبو الحسن الأصفهاني كان يحرم التطبير فبماذا أجاب لاحظوا فتوى والفتوى مصورة موقعة بخط يده قبل ثلاثين سنة تقريبا ومختومة بختمه ومنشورة في الكتب راجعوها في الكتب التي تتحدث حول الشعائر الحسيني هكذا وقع كتب باسمه تعالى نعم عندما كان هذا الحقير يقصد نفسه يعني من باب التواضع عندما كان هذا الحقير في كربلاء المقدسة يوم عاشورا عند كشوانية حرم أبو الفضل العباس عليه السلام وفي خدمة المرحوم آية الله العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني أعلى الله مقامه وكان سماحته يقصد الخروج من الحرم الشريف هذا الحقير في تلك اللحظة شاهد أن شخصا جاء وسأله سؤالا وأجابه بجواب وخلاصته أنه سأله هل يجوز ضرب الرؤوس بالقامات أم لا فقال السيد الأصفهاني نعم يجوز كذبوا عليه كثيرا وأشاعوا أنه حرم التطبير لأنه في زمانه نطق محسن الأمين بما نطق فما أدري أية جهة الآن روجت هذا الشيء أنه ترى المرجع الأعلى في زمانه الذي كان هو السيد أبو الحسن أنه حرم التطبير في حين أننا لا نعرف لم نشاهد لا فتوى في هذا الخصوص لا دليلا معتبرا على هذا الخصوص إلا هذه الإشاعات وهذه المنقولات التي يكذبها تلامذته المجتهدون تعجبت كذلك أن بعضهم نسب إلى السيد البروجردي أنه يحرم التطبير وهذه فتواه منشورة في رسالته وسيلة النجاة تحت بند مسائل مهمة السؤال هكذا هل يجوز ضرب الشخص رأسه يوم العاشر أم لا الجواب في صورة عدم الإضرار بالنفس فهو جائز لماذا يكذبون على المراجع والعلماء يقولون أنهم حرموا التطبير بعضهم زعم أنه المحقق الخوئي حرم التطبير وهذه حقيقة أشبه بالافتراء الكبير لأن الرجل فتواه معروفة وتلامذته أجابوا وقالوا إنه سيدنا الأستاذ يعني سيد الخوئي نفسه كان يرى أن التطبير بعنوان الشعيرة الحسينية مأجور فاعله وهذه فتواه التي وقع فيها بتأييد أستاذه الميرز النائين ومنشورة كذلك في المسائل البصرية التي هي الميرز النائين وفيها أيضا هذا التوقيع عن المحقق الخوئي باسمه تعالى ما أفاده شيخنا الأستاذ قدس سره في أجوبته هذه هو الصحيح بدون إشكال ماكو إشكال يقول شنو كان جواب أستاذه الميرز النائيني رحمه الله يقول وأما إخراج الدم من الناصية بالسيوف والقامات فالأقوى جواز ما كان ضرره مأمونا وكان من مجرد إخراج الدم من الناصية بلا صدمة على عظمها ولا يتعقب عادة بخروج ما يضر خروجه من الدم ونحو ذلك لما يعرف المتدربون العارفون ولكن لو اتفق خروج الدم قدر ما يضر خروجه لم يكن ذلك موجبا لحرمته يعني حتى مع هذا الضرر على هذا النحو أيضا لم يكن موجبا لحرمته ويكون كمن توضأ واغتسل أو صام آمنا من ضرره ثم تبين ضرره منه إلى آخر الفتوى التي يتحدث عنه وهي نفسها أيضا التي وقى عليها جمهرة الفقهاء السيد الحكيم كلهم كلهم كل الفقهاء أصلا وقعوا على فتوى الميرز النائيني في استحباب الشعائر الحسينية المقدسة وعلى رأسها التطبير كل الفقهاء أنا لا أعرف فقيها الآن معاصرا يعني أقصد من المعاصرين يعني من كانوا في زماننا هذا لم يوقع بالتأييد على فتوى الميرز النائيني الخالدة في الواقع والفتاوى منشورة بالخط يعني بخط اليد بعضها بخط يعني معاونيهم بخط كذا مع أختامهم مع أختام المراجع موجودة في الكتب العجب هو هذا أنه البعض يأتي بكل وقاحة يكذب على المراجع ويقول حرموا التطبير بعضهم حتى ينسب إلى السيد السستاني أنه حرم التطبير وها نحن نتحدى يجبون حتى فتوى واحدة منه أنه حرم التطبير بل على العكس راجعوا أيضا الكتب في هذا الشأن سؤال كان أنا أتذكر شاهدها كذا في إحدى كتب استفتاءاته اللي يعني موثقة من قبل المكتب قبل سنوات أنه لما يضربون بالزنجيل البعض ويتسبب ذلك في الإدماء كتب لا إشكال لا إشكال وهو كذلك ممن يؤيد فتاوى الميرز النائين وغيره يعني القضية واضحة أيها الإخوة لا حاجة لأحد لأن يكذب نحن ننكر على المخالفين أكاذيبهم ونقول هذول يكذبون كثيرا يكذبون على الأحياء فكيف بالأموات ونحن والعياذ بالله أن نفعل الشيء ذاته ماكو مرجع حرم التطبير مرجع لمعتبر بعض يجيب لي خامنين أنه حرم التطبير وخامنين ليس مرجعا معتبرا فاقد لشرائط المرجعية خامنين هذا رجل سياسي بوأوه موقع المرجعية هكذا لا هو بعادل ولا هو بمجتهد أصلا كذلك محمد حسين فضل الله نفس الشيء بل وقبلهما خميني نفسه خميني حيث أنه ليس بعادل فإنه فاقد لأهلية الفتوى فاقد حيث إنه منحرف العقيدة يؤمن بوحدة الوجود والموجود ويميل إلى الفلسفة والعرفان والتصوف فإنه لا اعتداد بكلامه على أن الرجل للإنصاف لم يحرم التطبير للعلم الرجل للإنصاف منع من التطبير ونصح بمنعه حتى في زمانه ما أصدر أمرا بمعاقبة المطبرين ومنعهم كان التطبير يسير في شوارع كل المدن الإيرانية بلا منع من قوات الأمن إلى أن تولى خامنئي فأوعز لي قواته وجلاوزته بأن يهجموا على المتطبيرين ويمنعونهم بالقوة هذا هو فحسب الرجل أقصى ما قال أنه في هذا الزمان الأفضل تركوه أنه اتركوه لا تفعلوه وإلا لم يحرم التطبير اسألوا العارفين بفتاوى خميني نفسها من أنصاره يجيبونكم بهذا فحتى الرجل للإنصاف لم يحرم التطبير ما نطق بالحرمة أقصى ما قال صلاح نيس فاتشيها الشكل ماكو صلاح الآن في هذا الزمان مثلا فليس حراما أي ليس آثما هذا الذي يطبر أو يدمي نفسه ليس آثما فأنت بأي وجه حق ترمي هؤلاء بالبدعة أو تعاقبهم على ما صنعوا وهم يقلدون المراجع العظماء الفقهاء العدول زعماء الحوزة العلمية في قم المقدسة وزعماء الحوزة العلمية في النجف الأشرف هؤلاء الذين هم أركان تشيع في زماننا هذا أمثال السيد الشيرازي والشيخ الوحيد الخراساني والسيد الروحاني والسيد تق القمي والسيد السستاني هذا هؤلاء كانوا في قم وفي النجف عندكم المراجع الأربع السيد السستاني والسيد الحكيم والشيخ الفياض والشيخ بشير النجفي كلهم أجمعوا على استحباب التطبير كلهم ماكوا واحد حرم التطبير هؤلاء يرجع إليهم المؤمنون وهؤلاء هم أكابر مراجع الشيعة في زماننا الحالي بأي حق يهاجم هذا الذي يقلد مرجعه ويقوم بهذه الشعيرة صبيحة يوم غد ويهاجم بالعنف والقوة كما هو في إيران حتى يصل إلى حد القتل بأي حق يصل إلى حد السجن بأي حق هب أنه التطبير إثم أصلا عقابه القتل هب أنه إثم ما شاء الله على جلاوزة خامنئي إشلون أشاوس في مواجهة التطبير أما سائر المنكرات في إيران بدءا من محلات بيع الأغاني مرورا بالتفسخ والتبرج في الشوارع وانتهاءا بالآثام التي واضحة في كل مكان في إيران هؤلاء بدلا من أن يواجهوا تلك المظاهر من باب تطبيق الشرع يواجهون ماذا؟ التطبير لا يوجد منكر غير التطبير الآن تستنفر القوات غدا شوفهم شلون وحوش تستنفر حتى تمنع مراسم التطبير المقدس استنفر أجهزة الأمن والمخابرات والاطلاعات والجلاوز اللعناء الذين لا يقيمون وزنا حتى ذرة لأحكام الشرع صدقوا ذرة اللي عايش في إيران واللي شاهد بعينه يفهم هذا الكلام اللي أقول حتى ذرة ذرة ما يعرفون حلال أو حرام يروح يدوس على الشرع مثل ماذا يدوس على القير الأسود عادي عنده ولا أصلا يهتم بأي حق يهاجم الذين يدمون أنفسهم إحياء لذكرى سيد الشهداء صلوات الله عليه بأي حق في البحرين بعض المخدوعين كذلك بالنظام الإيراني هاجموا قبل سنة أو قبل سنتين هاجموا أيضا موكبا للتطبير في قريتهم بالحجارة وافتخروا بذلك ونشروا على صفحات الإنترنت أننا قمنا بالوظيفة الشرعية في الرجم المطبري رجم رجم ما لون الرجم في ميناء في المشعر الحرام هكذا أنا شفت أنا بعيني شفت هكذا بلا حياء من الله من المعصومين الأطهار عليهم الصلاة والسلام من سيد الشهداء صلى الله عليه أنت أحسنتم ليس بعيدا نعم بالفعل أنه هذا البلاء الذي أصابهم هو جراء أمثال هذه التصرفات بأي حق يواجهون هذا الموكب الحسيني الشريف أنت تختلف وياه خلاص روح أنت أقعد ببيتك ما عليك أنت بي لا تشارك لا تروح أنت محروم محروم بس أما أنه تحمل بالعصي بالطريقة وحشية همجية بالعصي بالحجارة كلا كلا للتطبير لبيك خامنئي لبيك يا خامنئي طبعا ذلك كانوا يردون عليهم لبيك يا حسين شوف الفرق يعني تيار يقول شنو لبيك يا خامنئي كلا كلا للتطبير هذلك يقولون حيدر حيدر لبيك يا حسين كفاكموا هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح خليك أنت على شعار لبيك يا خامنئي حتى تحشر معه إن شاء الله إلى جهنم وبئس المصير يوم القيامة وإحنا خلينا على شعار يا حسين ولبيك يا حسين وعلى شعار حيدر نحن لا نعاني مما تعانون منه أنتم إحنا ما عندنا عقدة نقص لم نسلم زمام ديننا إلى منتحلين للمرجعية والفقاهة السياسيين وصلوا إلى الحكم وجعل الواحد منهم نفسه مرجعا ولم تعترف به الحوزات العلمية الأصيلة إحنا ما فعلنا هكذا إحنا تمسكنا بمراجعنا وعلمائنا وحوزاتنا وبقينا على أصالتنا هذا هو الفرق بيننا وبينكم نحن لم نسيس الدين أنتم سيستموه تخوضون المعارك إلى أقصى درجة من أجل أن تنفذوا التوجهات السياسية التي تملى عليكم أما نحن فنخوض معارك ولكن من أجل العقيدة لا من أجل السياسة ولا سياسة لدينا إلا تلك التي توظف من أجل نصرة العقيدة لا من أجل نصرة كعبة أو قبلة هي في طهران ليست قبلتنا طهران إلا ها هنا تبين أيها الإخوة أن الإدماء كأصل صدر من المعصومين صلوات الله عليه وأنه لا نعرف فقيها يعتدوا بفتواه من حيث اجتماع شرائط الفقاهة والمرجعية فيه قد أفتى بحرمة الإدماء من أجل سيد الشهداء صلوات الله عليه بل على العكس من ذلك ففتواه وعدمها ليست بشيء ما يعني تغير من الواقع شيئا على أنه فلنفرض أيها الإخوة فلنفرض الآن أنه أصلا جماعة منفرض من الفقهاء حتى العدول حتى لو حرموا التطبير وخصون المشكلة يعني إحنا ليش فقط أن تلاحظوا أكو ظاهرة عجيبة حقيقة في مجتمعنا أنه فقط في قضية التطبير لازم تجيب فتاوى الفقهاء حتى المتقدمين منهم أخوه ذلك ماتوا وراحوا إلى رحمة الله تبارك وتعالى من الذي يقلدهم تقليد الميت لا يجوز بعد خلص هذا الشيء يفيدنا أنه مثلا فلان كان يفتي بحلية التطبير أو فلان يفتي بحرمة التطبير على فرض الآن على فرض أنه السيد أبو الحسن أصفهاني كان يفتي بحرمة التطبير أخوه من يقلد السيد أبو الحسن أصفهاني اليوم ومن الذي يمكن أن يبقى على تقليده إلى اليوم يعني حقيقة مغالطة في المعادي والمناوئ للشائر الحسينية كان يحاول بأي طريقة هاي يلملم يلملم فتاوى منا منا أقوال منا منا لأي أحد عامي شامي أي أحد يصير شائعات أكاذيب بأي طريقة حتى يقول شنو أنه التطبير حرام فحث ذلك أو دفع ذلك المجتمع المؤمن والأصيل على أنه أيضا يحشر الفتاوى فصارت حرب فتاوى مع أنه واقعيا المفروض كله اليوم يرجع إلى ماذا إلى مرجعه خلص يعني الشلة علاقة احنا بمن تقدمه وبمن تقدمه إلى جوار ربه فحقيقة عجيبة والأعجب والمضحك المبكي هو هذا أنه بعضهم يروح يصدر لك كتيبات فتاوى علماء الشيعة في تحريم بدعة التطبير مثلا ويكاتب لك مئة مرجع وثقيه فتشيه هالشكل يكتب لك وتروح تنظر تلاقي مثل هاي الأكاذيب وتلاقي فتاوى طبعا أمثال خميني وخامنة وفضل الله وما أدري منه والعجيب تلاقي أسماء أخرى يعني تتعجب حقيقة أنه ذول شلون يعني عندهم عندهم عاقل ما عندهم عاقل يعني واحد من الفقهاء العظام الذين يحرمون التطبير تدرون منه خاشمي رفسنجان واحد من الفقهاء العظام الذين يحرمون التطبير لازم كل مرجع الديني الأعلى كان أحمد الوائلي شي غريب هذا هل هؤلاء أصلا مراجع واحد من الفقهاء العظام كلش كلش تسخيري واحد من الفقهاء العظام بعد هذا لا يشق له غبار حسن نصر الله شي غريب حقيقة أنه يعني يأتون بأفراد الطفل الشيعي يعرف أنه هؤلاء لا يحق لهم أن يفتوا بشيء هم لا يقولون نحن مراجع هم لا يقولون ويؤتى بفتاواهم هكذا يعني على هذا الأساس شي غريب هذا يضاف إلى ما تقدم من أن المعصومين الأطهار عليهم الصلاة والسلام قد أدموا أنفسه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأصحاب الأبرار كصعصعة وأصحابه كذلك أيضا لدينا هذه الرواية التي ما زالت شوكة في بلعوم كل من يريد محاربة شعيرة الإدماء المقدس وهي رواية مسلم الجصاص التي حكم باعتبارها العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه خريت هذا الفن الخبير غواص البحار غواص بحار الأنوار العلامة المجلسي في موسوعته حين قال رأيت في بعض الكتب المعتبرة ما قال كتاب عادي هذه الرواية معتبرة إذ انتقاها العلامة المجلسي من الكتب المعتبرة بعض الجهلة يقولون هكذا هو يقصد منتخب الطريحي وليس هو بكتاب معتبر نقول من قال لك أنه هذا ما أخذ من كتاب منتخب الطريحي وثم من قال أنه منتخب الطريحي في مثل هذه الموارد ليس بمعتبر وناس جهلة يتصورون أنه خلاص لأنه وجدوا الرواية في مصدر متقدم على أو معاصر العلامة المجلسية أو كان يأخذ منه العلامة المجلسية كثيرا فتصوروا أنه خلاص كل مورد فيه مثل هذه الرواية هناك إذن العلامة المجلسية حتما أخذ هذه الرواية من ذلك الكتاب لا يا أخي قد يكون مصدر ثالث أو رابع أو خامس غاية ما هناك أنه مثل ما الطريحي أخذ العلامة المجلسية أخذ هذا اللي ما دارس علم الرواية جيداً هالشكل يتكلف على آية حال العلامة المجلسي حكم باعتبار هذه الرواية شيخ الشريعة الأصفهاني حكم بصحة هذه الرواية إلى هالدرجة قال هي الصحيحة يعني هناك من الفقهاء من حكم باعتبارها وهذه الرواية في كل الفروض لا تقصر عن الاحتجاج في إثبات مثل هذا المورد للقاعدة المتسالم عليها وهي قاعدة التسامح في السنن أو في أدلة السنن وهي قاعدة فقهية معروفة متسالم عليها إجمالاً عند الفقهاء وإن كان البعض لا يأخذ بها ولكنه عملياً يفتي بموجبها لأنه شوفوا أيها الإخوة كثير بل جل المستحبات التي نعمل ونحن بها ترجع إلى روايات إن أردت أن تتشدد سندياً فيها فليست بروايات صحيحة سنداً دعاء كوميل كلنا نقرأه في ليلة الجمعة من قال لك أنه دعاء كوميل وصلنا بسند صحيح ليش ما تحاربون دعاء كوميل بس جايلك على التطبير لا لا شوف شوف هاي سندها مو صحيح ولكن أنت أصلاً دارس متعلم فاهم حتى تفرق بين أنه السند الصحيح شنو هو أصلاً تفهم يعني شنو سند صحيح ثانياً على فرض مو سند صحيح مع أنه فقهاء صححوا السند فقهاء صححوا الرواية فقهاء حكموا باعتبار الرواية من قال لك أنه كل رواية ليست بصحيحة السند فهي رواية مرفوضة على أي أساس جل تسعة وتسعين بالمئة وتعرفون يعني خبرتي في هذه الأمور تسعة وتسعين بالمئة من مما يذكر الآن عن المنابر في تفاصيل القضية الحسينية كله عبارة عن روايات مرسلة وسندياً ضعيفة تسعة وتسعين بالمئة هذه المقاتل التي تذكر وهذه التفاصيل التي تذكر كلها أصلاً ضعيفة السنة معظمها ضعيفة السنة ولكن هناك أصول وقواعد معينة في علم الدراية بإعمالها نتوصل إلى نتيجة أنه هذه الرواية هل يمكن الاحتجاج بها والعمل بها أو التعويل عليها أو الإطمئنان إليها أم لا ولذلك الاعتبار الاعتبار أعم من صحة السند أو ضعف السند كم رواية أصلاً صحيحة السند لكننا لا نراها معتبرة كروايات مثلاً تحريف القرآن الحكيم مما يفهم بظاهره أنها تذكر التحريف وغيرها من يشتغل بالفقه والفقه الاستدلالي على الخصوص وبحث الخارج يفهم هذا الذي أقول كم عندنا في القواعد الفقهية في أبواب الفقه مثلاً في باب الصلاة والصلاة وعمود الدين روايات صحيحة نتركها لا نأخذ بها وروايات أخرى تكون أقل منها في الصحة لكننا نقدمها لإحدى تلك القواعد قاعدة الموافقة للكتاب قاعدة المخالفة للعامة قاعدة الشهرة وغيرها من القواعد وهذا باب كامل في أصول الفقه يدرسه كل من انتظم في سلك العلم وهو باب التعادل والترجيحات الذي يقال له خطأ التراجيح خطأ شائع جمع الترجيح ترجيحات وليس تراجيح فهذا الباب هو الذي يجعلنا كيف هكذا نعادل بين الروايات نأخذ أياً منها كثير مما الآن نفتي به ونتعبد به من العبادات يعني من الأمور بعد مو من أقصد مما يكون فيه وجوب أو حرمة لا يكون سنده صحيحاً بالضرورة لا يكون سنده صحيحاً لكن لا نرفض أصلاً هذا المنهج ليس منهجنا أيها الإخوة هذا كما سبق منا وقلنا هذا منهج الحشوية من العامة أنه هكذا بس يركز على السند أئمتنا عليه وسلم ما هكذا علمونا فقهاؤنا ما هكذا عملوا عبر العصور كانوا يقدمون المضمون والبحث في المضمون والمتن على السند السند آخر شيء ينظرون إليه كما يقوله المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه هذا المحقق الفحل أستاذ الفقهاء بمن فيهم الخوء وغيره كان يقول أصلاً النقاش أو البحث في أسانيد كتاب الكافي مثلاً حرفة العاجز هذه هذا اللي يريد أنه يناقش في أسناد كتاب الكافي هذه حرفة عاجز هذا هذا مو مستوى ذلك الفقيه اللي يقدر يفهم هذه الرواية يطمئن إلى صدورها عن المعصوم عليه الصلاة والسلام أم لا من دون أن أصلاً ينظر إلى مسألة السند على يتحال هذه الرواية رواية مسلم الجصاص التي رواها العلامة المجلسي وغيره هذه الرواية أيها الإخوة لا تقصر عن أي رواية أخرى من روايات واقعة الطف وتفاصيلها هذه أيضاً من تفاصيلها التي تذكر أن موكب السبايا حين جاء ودخل إلى الكوفة ماذا جرى؟ ماذا تقول هذه الرواية؟ المقطع الذي يخصنا هو هذا يقول أولاً العلام المجلسي يقول هكذا رأيت في بعض الكتب المعتبرة روي مرسلاً عن مسلم الجصاص فإذاً دققوا على كلمة المعتبرة فقد حكم إذن على هذه الرواية بالاعتبار نعم وإن كانت ما دام الكتاب معتبر لأنه شوفه أساساً شوفه هذا البحث مهم أو معلومة مهمة أنه أصلاً ما عندنا التاريخ كله مرسل ما عندنا إحنا أسناد في التاريخ نسبة ما فيه أسناد في التاريخ نسبة جداً ضئيلة يمكن لا تتعدى 2% من مجمل التاريخ التاريخ كله كتب مرسلاً ليش؟ لأنه حيث أنه تاريخ فيكون ماذا مشتهراً؟ هذا الاشتهار المؤرخ ما كان يحتاج إلى أنه يذكر سنداً لأنه بعد شيء ماذا هو مجرد مدون كان ينقل أحسنتم المشتهر المعروف كذا أحسنتم مثل الريبورتر هالشكل ولذلك تجدون عادة في هذه الأبواب في باب السيرة يعني السيرة النبوية الشريفة في باب التاريخ وفي باب التفسير جله مرسلات جله مراسيل الرواية في البحار يبدو هنا ما عندي ما جبتها بس معروفة أنه بالنتيجة لما السيدة الحوراء زينب صلوات الله عليها رأت الرأس فماذا صنعت ضربت رأسها بعمود المحمل فسال الدم من تحت القناع هذه الرواية كما تعلمون هي التي يعني عادة ما يستشهد بها المدمون أنفسهم في سبيل الله عز وجل وفي سبيل إحياء شعائر الحسين عليه الصلاة والسلام ويقول قائلهم هكذا يعني أنه لا تسل يا لائما عن شج رأس العاشقين أصدرت فتواه زينب مذرأت رأس الحسين صلوات الله عليه هذه الرواية حقيقة تعرضت إلى محاربات شرسة من قبل المعادين للشعائر الحسينية فناقشوا فيها كثيرا وحاولوا تضعيفها بأي نحو من الأنحاء أما التضعيف فلم يفلح لماذا؟ لأنه لما سبق قلنا أن العلامة المجلسي قد حكم عليها بالاعتبار إذ قال استخرجتها من الكتب المعتبرة وهو رجل خبير في هذا الشأن هناك من صحح هذه الرواية كشيخ الشريعة مثلا الأصفهاني وبمضمونها أفتل فقهاء وهذا يجبرها على يتحال ثم هي من حيث النتيجة لا تقصر عن سائر الروايات والآثار التي نفتي بموجبها في المستحبات وفي السنن طبقا لقاعدة التسامح ولا تقصر هي من جهة أخرى عن سائر مرويات واقعة الطف ومجرياتها وتفاصيلها المتعددة فهذه المحاولة لم تفلح هناك مناقشات أخرى وجهها المناوئون للشعائر ولشعيرة الإدماء لهذه الرواية من بينها أنهم يقولون مثلا من أين أتت السيدة زينب عليه الصلاة والسلام بالعمود عمود المحمل مع العلم والإجماع بين الشيعة أن السبايا عليه السلام كانوا على جمال من غير هوادج لم يكن هناك هوادج على الجمال والنوق فمن أين جاء هذا العمود أي لم يكن هناك محامل لأنه الهودج يعني محمل لم يكن هناك محامل فكيف إذن جاءت بالعمود وضربت رأسها بمقدم المحمل هذا سؤال وجه لنا منذ سنوات وتجدونه على الموقع وأجبنا بهذا الجواب الذي أنقله لكم نصا نقول لم يكن للجمال والنوق هوادج إنما كان لها أقتاب صحيح نسلم لكم أنه ما كان هناك هوادج ولكن كان للجمال أقتاب ما هي الأقتاب؟ هي محامل خشبية صغيرة لا تتجاوز سنام الجمل هذا سنام الجمل لا تتجاوزه هذه المحامل الصغيرة التي كانوا يستعينون فيها حتى يصعدوا على ظهر الجمل فهذه كانت تسمى ماذا؟ أقتاب صحيح ما كنا بنات الرسالة صلوات الله عليهم قد حملنا في هوادج وفي محامل مكتملة وإنما في محامل تستطيع أن تعبر هكذا محامل منقوصة فيها فقط الأقتاب لم يكن لها وطاء كما لم يكن لها ستر ولذا تعمد المجرمون حمل بنات الرسالة صلوات الله عليهم عليها أي على تلك الأقتاب إمعانا في تعذيبهم فإن حمل شخص على القتب بغير وطاء كان نوعا من أنواع التعذيب ولذا أمر الطاغية عثمان بن عفان لعنه الله بأن يركب أبو ذر رضوان الله تعالى عليه على هذا النحو شوف أن يحمل شخص على الأقتاب بلا وطاء هذا كان نوعا من أنواع التعذيب في الواقع لأنه يتأذى طوال المسير هذا ما صنعه الطاغية عثمان بأبي ذر عليه السلام راجع أمال المفيد يروي أن عثمان لعنه الله قال لجلاوزته عن أبي ذر قال أخرجوه من بين يدي حتى تركبوه قتب ناقته بغير وطاء ثم انخسوا به الناقة وتعتعوه حتى توصلوه الربذا فهذا كان نوع من أنواع التعذيب زين إذن نحن نقول أنه الجمال كان فيها أو عليها أقتاب فقط ما الدليل على ذلك؟ نقول الأدلة على وجود الأقتاب في مسير السبايا كثيرة منها ما رواه السيد ابن طاوس في اللهوف قال وأقام ابن سعد بقية يومه يعني عمر بن سعد لعنهم الله واليوم الثاني إلى زوال الشمس هذا في كربلا ثم رحل بمن تخلف من عيال الحسين عليه السلام وحمل نساءه صلوات الله عليه على أحلاس أقتاب الجمال بغير وطاء ولا غطاء هنا نص على وجود الأقتاب أيضا من الأدلة ما رواه البحراني في مدينة المعاجز عن سهل بن سعد الشهر زوري في وصفه لما رأى من المشاهد المأساوية قال وإذا بنسوة على أقتاب الجمال بغير وطاء ولا ستر وقائلة منهن تقول ومحمداه وعلياه وحسناه وحسيناه لو رأيتم ما حل بنا من الأعداء يا رسول الله بناتك أسارا كأنهن بعض اليهود والنصارى إلى أن يقول فتعلقت هذا سهل هو يقول يقول أنا فتعلقت بقائمة المحمل أنا تعلقت بقائمة ماذا؟ المحمل وناديت بأعلى الصوت السلام عليكم يا آل بيت محمد ورحمة الله وبركاته وقد عرفت أنها أم كلثوم بنت علي فقالت من أنت أيها الرجل الذي لم يسلم علينا أحد غيرك مثل سلامك منذ قتل أخي وسيدي الحسين عليه السلام فقلت لها يا سيدتي أنا رجل من شهر زور اسمي سهل رأيت جدك محمدا المصطفى صلى الله عليه وآله قالت يا سهل ألا ترى ما صنع بنا أما والله لو عشنا في زمان لم يرى محمدا ما صنع بنا أهله بعض هذا بعض هذا هذه كلمة حقيقة يعني صعبة السيدة أم كلثوم تقول أما والله لو عشنا في زمان لم يرى محمدا صلى الله عليه وآله أصلا زمان ما كان في محمد اللي إحنا بناته وهو نبي الله صلى الله عليه وآله أصلا ما كان يعرفون محمد ما صنع أهله بعض هذا بنا ما صنع بنا أهله بعض هذا حتى بعض هذا ما كان يساون بنا لو أصلا ما شايفين فشلون اللي أنتوا شايفين النبي وإحنا بناتها الشكل يساون بنا لعنة الله عليه قتل والله أخي وسيد الحسين وسبينا كما تسب العبيد والإماء وحملنا على الأقتاب بغير وطاء ولا ستر كما ترى هذا الأقتاب محامل ناقصة الأقتاب محامل ماذا ناقصة فيها قوائم هذه القوائم في مقدمها ضربت السيدة صلوات الله عليها رأسها جبينها بها لاحظوا نص الرواية ها هي بين يدي في بحار الأنوار فالتفتت زينب فرأت رأس أخيها فنطحت جبينها بمقدم المحمل حتى رأينا الدم يخرج من تحت قناعها فإذا ما يستطيع أحد يقول أنه ما كان هناك محامل آمنا بالله ما كان هناك محامل ناقصة وهي الأقتاب بغير وطاء بغير الستر كان أكو شيء الذي يمكن ضرب الجبين به الروايات في هذا الشأن مستفيدة هذه مناقشة وكما ترون أنها مردودة المناقشة الثانية يقولون الرواية عن مسلم الجصاص مسلم الجصاص شنو يعني جصاص يجسس مسلم الجصاص كان يجسس ماذا كان يجسس قصر ابن مرجانة عبيد الله بن زياد إيش لون نقبل روايتها وهذه أيضا مناقشة مضحكة لأنه إذا كان الأمر على هكذا خلص معظم لأن كثير من تفاصيل واقعة الطفأس المرويون عن من حميد بن مسلم حميد بن مسلم كان من الجيش المعادي كان في جيش عمر بن سعد ومع ذلك نأخذ بروايته ليش نأخذ بروايتي لأنه العدو لما يشهد على نفسه نأخذ بروايتي وأنا ضربت مثلا ها هنا كان أيامها لما أجبت بهذا الجواب كان أيامها الحرب على غزة الحرب هاي الأخيرة اللي كانت على غزة قلت لو أنه الآن جنديا صهيونيا روى رواية وقال أنا دخلت في بيت مثلا معين فرأيت نساء يبكين ورأيت أحدا مثلا جاء وأخذ واحدة منهم ضربها مثلا وقتل هذا الطفل وفعل كذا وفعل كذا نأخذ بكلامه لو نقول أنه لا هذا يهودي وصهيوني ما نقبل بشاهد شنو هذا المنطق خب العكس هذا أحرى للقبول ثم إن الرجل هذا نفسه مسلم من الجصاص هو في نفس الرواية يقول أنه لما بلغني أنه آل الحسين دخلوا وجاءوا بهن إلى يعني نساء الحسين وكذا إلى الكوفة تركت ما في يدي وضربت رأسي ضربته على وجهي يعني من التأثر فنستطيع أن نقول الرجل كان ساذج بسيط عادي ما كان معاديا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام كان من ذول اللي ما أكثرهم حشرهم مع الناس يعيد سلطان قال له تعال جسس القصر مالي راح جسسه بعدين لما جاءوا بأهل البيت عليهم السلام تأثر وحكى لنا ماذا جرى فهذه أيضا ليست بمناقشة علمية على الإطلاق أكوام شيء اللي حقيقة جدا مضحك يقولون في نفس هذه الرواية هناك أبيات تنسب إلى السيدة صلواته الله عليها في الرواية يقولون أنه كيف السيدة تصف قلب الإمام بالصليب شلون تصف السيدة قلب الإمام بالصليب لما قالت فيه أبياتها يا أخي قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى وصار صليبا يقولون أخ شلون هالشكل يعني السيدة تقول هذا صليب قلب الحسين عليه السلام صليب مال النصارى شوف مستوى من يناقشك في الرواية حقيقة مجموعة جهلة مع الأسف الشديد وهكذا يتكلمون ما تصور الآغة ما تصور الصليب يعني الصليب الصليب هنا من الصلاب مأخوذ مو من الصليب هذا الصليب يا أخي قلبك الشفيق علينا الشفيق قلبك المرهف ما له قد قسى وصار صليبا صار صلب يعني يعني ليش ما ترد علينا أنت اللي رأسك على الرماح رد علينا يكلمنا هذا تصوير بلاغي طبعا البلاغة بابها ماذا واسع في القرآن الحكيم الله عز وجل أيضا استخدم هذا الأسلوب كأنه يعاتب ماذا نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله عفى الله عنك لما أذنت لهم موشكة ظاهره عتاب ولكن هذا من البلاغة لتصوير عظم الأمر فكذلك الحوراء زينب عليه الصلاة والسلام خاطبت الحسين بمثل هذه الأبيات البليغة لتصوير عظم الأمر وإلا هي خد تدري أنه مقتولا الحسين عليه السلام وأنه لا يمكن أن يجيبها أمام الناس بهذا النحو فتخاطبه بمثل هذه الأبيات هذه ليست أيها الإخوة مناقشات علمية يمكن التعويل عليها لرد الرواية وما زلت أعجب حقيقة ما زلت أعجب من هؤلاء الذين لا يستحون من إظهار جهلهم وضحالة مستوياتهم العلمية إذ يردون هذه الرواية على المنابر الخطباء السائرين في الركب النظام الإيراني والتيارات المنحرفة وأتباع حزب الدعوة وما حزب الدعوة وأمثال هؤلاء الأحزاب والجهات المنحرفة فيقولون أنه هذه الرواية مرفوضة وهو تلقى نفسه خصوصا في أيام ذكر مسيرة السبايا يذكر أنه وَلَمَّا دَخَلْنَ النِّسَاءِ الْكُوفَةِ وجاء الناس وأعطوا للأطفال تمرا وكذا جاءت السيدة أم كلثوم وقالت لهم تبا لكم وأخذت التمر ورمته وقالت الصدقة حرام علينا إن الصدقة حرام علينا هذه رواية مشهورة معروفة كل الخطباء يذكرون حتى المعادين للتطبير يقولون مع أنها نفس هذه الرواية نفسها نفس هي رواية مسلم الجساس نفسها تدرون له لا يعني المقطع الأول من رواية هي رواية طويلة تذكر التفاصيل دخولهم إلى الكوفة المقطع الأول فيه أن السيدة زينب عليها الصلاة والسلام نطحت جبينها بمقدم المحمل في ذيلها جاء أنه الصدقة حرام علينا أو العكس يعني نفس الرواية راجعوها أنتم في البحار تجدون نفس الرواية هذا قل لي بالله عليك أي منهج علمي أنه يصحح أو يأخذ بجزء من الرواية ويترك الجزء الثاني يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض يعني رواية واحدة حتى ما أقول رواية ثانية بنفس السند أو من نفس المصدر نفس الرواية نفس الرواية أعمل فيها مقصه أخذ جانب لا يجد فيه شناعة فيقول إيه هذا أسلم به وأخذ به وأعمل به وكثير منهم ترى جهلة بالفعل ما يدرون أنها رواية واحدة ولذلك إذا تواجهونهم تفضحونهم لأنه هو سامع هذا هو متربي عليه ومنقول هذا على المنابر ومذكور في كتب الخطباء وما أشبه فيقول بشكل تلقائي طبيعي وأصلا غافل عن أنه نفس الرواية نفس رواية التطبير لسيدة زينب عليه الصلاة والسلام فإذا ثبت ذاك يثبت هذا بالملازمة لأنها رواية واحدة وتحكي حادثة واحدة فإذن هذه المناقشات كلها لا يمكن أن تمثل شيئا على الإطلاق ولا يمكن أن تخدش في مثل هذه الشعيرة المقدسة أضف إلى هذا أننا لو أعرضنا تماما عن كل هذه الأدلة التي تفيد صدور الإدماء من المعصومين ومن يليهم صلوات الله عليهم أو ومن يتلونهم فإنه يكفي في المقام الروايات التي تؤكد على استحباب الحجامة وهي روايات مستفيضة عندنا وعند مخالفين على السواء وهي روايات مستفيضة عندنا وعند مخالفين على السواء هذه الروايات تثبت لنا بعبارة محكية معاصرة أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله طبر وأمر بالتطوير هكذا نستطيع أن نعبر بلغتنا المحكية ليش؟ الحجامة أيها الإخوة على أنواع كما تعلمون هناك حجامة للظاهر هناك حجامة لأطراف للجانبي البدن هناك حجامة للركبة مثلا للرقبة للقدم أنحاء مختلفة وهناك أيضا من أنواع الحجامة الحجامة على الرأس هذه الحجامة التي على الرأس وردت أحاديث كثيرة عندنا وعند أهل الخلاف على السواء في استحبابها وأنها كانت عملا يواضب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وكان يأمر به بهذا العمل وكان يسمي هذا النوع من الحجامة بالمنقذة أو المغيثة أي المنقذة التي تنقذكم من الأمراض وتغيثكم منها لاحظوا مثلا في موسوعة وسائل الشيعة لشيخنا الحر العامل رضوان الله تعالى عليه يذكر هذه الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال الحجامة على الرأس على شبر من طرف الأنف هذا الشبر خلي من طرف الأنف شوف وين يروح تقريبا في الربع الأول أو الثلث الأول من الرأس وفتر ما بين الحاجبين الفتر شنو؟ هذا الفتر شوفوا هذا الفتر وهذا الشبر الشبر من الإبهام إلى الخنصر الفتر من الإبهام إلى السبابة هذا هذا يسمى ماذا؟ فتر من الحاجبين الإمام عليه السلام يقول وفتر ما بين الحاجبين من ما بين الحاجبين هنا أخذ لكم فتر نفس الموضع ربع الأول أو الثلث الأول من الرأس هذا موضع حجامة الرأس المسنون شرعا يقول الإمام الصادق عليه السلام وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يسميها المنقذة المنقذة في حديث آخر أيضا في نفس المصدر كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحتجم على رأسه كان يحتجم كان دائما يحتجم ويسميها مغيثة أو منقذة هذا ما عندنا أيضا من روايات العدو أيضا جاء هذا المعنى كثيرا ومستفيظا عندهم أيضا وانتقيت لكم ما جاء في المعجم الأوسط والمعجم الكبير للطبراني وأيضا في طبقات ابن سعد في المعجم الأوسط للطبراني رقم الحديث أربعة ألاف وسبعمائة وثلاثة وستين بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للحجمة التي في وسط الرأس الحجمة يعني الحجامة هذه التي في وسط الرأس إنها دواء من الجنون والجذام والبرص والنعاس والأضراس وكان يسميها منقذة حتى المخالف لما يأتي ويشكل عليك يقول شنو هذه الممارسة أنت متخلفين أنت كذا قل له أنت مجنون وعلامة جنونك أنك لا تتطبر روح شوية اطبر اعمل بهذه السنة الشريفة الواردة عندك أيضا أنت ترويها لأن الرسول صلى الله عليه وآله يقول إنها دواء من الجنون روح شوية اطبر يمكن هذا الجنون اللي في مخك يروح يمكن هذا الجنون حب عائشة يروح هذا من دماغك المخالف لا يمكنه أن يشكل على شيء من هذا يعني قضية التطبير بالذات والإدماء المقدس في يوم عاشوراء ما دام الأمر ثابتا أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أي إشكال لك عليه إشكالك الوحيد أنه يمارس في يوم العاشر صدق لو كنا نمارسه في غير يوم العاشر ومو بإسم حيدر وبإسم حسين ما كانوا يشكله صدق لو افترضنا شيعة مثلا معتادين مثلا في ربيع الأول مثلا أو في شوال لأنه عندهم في شوال أحسن هذا شهر مبارك ليش لأن رسول الله تزوج عائشة فيه هم هكذا يفتو يقولون لأن عائشة حدثتهم فهم كل شيء يعظمون شوال يحبون طبعا فقهاءهم الأقدمين الآن هذول طراطير ما يعرفون شيء عادة شهر شوال كل شيء يهتمون به فنفرض الشيعة كانوا مثلا يتطبرون عادة مثلا عندهم أنه يوم في شوال مثلا يتطبرون هكذا بس يمارسون هذه السنة النبوية الشريفة ما كانوا يشكلون عليك أبدا بل بالعكس يمكن كانوا يجون يشاركون بس لأنك تقوم بها في يوم العاشر من محرم وبإسم حيدر بإسم حسين صلوات الله عليهما وتقصد من ذلك في نفس الوقت الذي تعمل فيه بهذا العمل المسنون النبوي بهذه السنة النبوية أيضا توظف هذه السنة في إحياء شعائر شعائر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وإحياء ذكراه يعني تجمع استحبابا مع استحباب هذا مع ذاك فيحاربوك على هذا الأساس هو مشكلة فقط في إسم حيدر وحسين هي مو مشكلة في أنه الممارسة هذه شنو هي أيضا في المعجم الأوسط نقرأ رقم الحديث ثمانية آلاف وثمانية وعشرين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحتجم هذا الحجم في مقدم رأسه ويسميه أم مغيث يعني المغيثة أو أم مغيث شوفوا أنا دا أجيب أكثر من رواية بأسناد مختلفة عندهم الروايات مستفيضة عندهم في هذا المعنى في حجامة الرأس هذا السند الأول عن أبي سعيد الخدري الثاني عن ابن عمر الثالث الآن عن ابن عباس في المعجم الكبير للطبراني رقم الحديث عشرة آلاف سبعمائة وخمس وثمانين عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحجامة في الرأس شفاء من سبع إذا ما نوى صاحبها أنه تنوي أنه يعني تشفى من هذه الأمور من الجنون والجذام والبرص والنعاس ووجع الضرس والصداع وظلمة يجدها في عينيه طبعا للعلم الأطباء ينصحون بحجامة الرأس أي التطبير وهذا أمر محسوس ومشاهد أن الذين يواضبون على ذلك بحمد الله تعالى لا تصيبهم السكتة أو الجلطة الدماغية عادة هكذا بل على العكس بعضهم يكونون يعني متقدمين في العمر وسبحان الله ما زلت تراهم الآن في مجالس التطبير وفي محافل التطبير يستمرون في الحجامة لأنه يقول أنا أحس ينشطني ويريحني لأنه يجدد الدم ويطرد الدم الفاسد من الدماغ وبالفعل يبعث على تجدد الدورة الدموية فيطيل عمر الإنسان هذه جدا ممارسة عظيمة وحضارية هذه بالعكس منه قال أنه التطبير مذر التطبير مفيد في الواقع ولكن أسفنا على الجهلة الذين لا يعرفون قيمة هذه الشعيرة وهذه السنة النبوية بالأصل الرواية الأخيرة في الطبقات الكبرى لابن سعد رقم الحديث 1257 عن بكير بن الأشج قال بلغني أن الأقرع ابن حابس دخل على النبي صلى الله عليه وآله وهو يحتجم في القمحدوة شنو يعني القمحدوة والتي تسمى أيضا بجوزة القمحدوة التي هي هذا النتوء أو هذه اللي في القفى يعني في الرأس ولكن يكون ماذا في المتأخر أي أحسنتم أي هذه المنطقة هذه تسمى القمحدوة أو جوزة القمحدوة هذا النتوء أو هذا الشيء الظاهر من قفى الرأس هذا الأقرع ابن حابس ذاك الوقت كان كافرا ثم بعد ذلك أسلم وظل يعني إسلامه متزلزلا وظل متزلزلا إلى إلى الآخر يعني هو واحد خبل يعني خبل هذا كان يروح للنبي صلى الله عليه وآله هذا ينادي من وراء الحجرات نزل فيه قوله تعالى إن الذين يناديونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هذا كان واحد خبل هالشكل وراح مع حكومة أبي بكر وعمار وراح يعني مشاكل عنده فقال للنبي صلى الله عليه وآله يا ابن أبي كبشة لم احتجمت وسط رأسك ليش هالشكل سويت عين النفس كلمة هذولة المعادين للتطبير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا ابن حابس إن فيها شفاء من وجع الرأس والأضراس والنعاس والمرض الراوي يقول وأشك في الجنون أنه هل قال النبي الجنون أم ما قال أيضا على يتحال الروايات في هذا المعنى إذن كثيرة أيها الإخوة المخالف أتعجب أنه كيف يشكل على هذا الأمر ولا يدري أنه يفترض أن هو يقوم به طبعا لا ننصح أن يقوم به يعني مثلا بمناسبة هلاك عائشة أو ما أشبه بس يعني بشكل عام ننصح بأنه يقوم بهذه الشعيرة أو بهذه السنة النبوية لأنه بالفعل مفيد مفيد يعني طبيا للبدن مفيد فما هو الإشكال إذا شخص أراد أن يحيي هذه السنة النبوية ويضيف إليها استحبابا آخر يوظف هذه السنة في إحياء ذكرى الإمام الحسين عليه السلام يعني رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحتجم مرتين في السنة حجامة الرأس نحن نحتجمها مرة واحدة في السنة عادة يوم العاشر ونجعلها باسم سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام حتى نلفت الانتباه إلى قضيته ونحييها على هذا النحو هذا قل لي بربك من هو هذا الجاهل الذي يزعم أنه هذا الأمر حرام ولا يجوز أو لا أصل له على أقل تقدير هذه الشعيرة لها أصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله في عمل رسول الله صلى الله عليه وآله يعني حتى لو أن امرئا طبر في أي يوم من أيام السنة أسال الدم أدمى رأسه فهذا لا إثم عليه ولا تثريب عليه ولا أي شيء عليه بل على العكس قام بما هو مستحب شرعا فكيف إذا قام بهذا إحياءا لذكرى وقضية سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ما الإشكال في ذلك؟ إنما المعادون للشعائر من المتلبسين بالتشيع إشكالهم أو حقيقة إشكالهم تنبعث من هذا الذي ذكرناه عقدة التصاغر والحقارة أمام الغير يقولون أن الحضارات الأخرى تتصور عنا حينما تنظر إلى مثل هذه الممارسة أننا وحشيون شنو هذا الدماء شنو هذا المنظر هكذا يقولون والكلام هو ما قلناه الكلام هو ما قلناه أنه من أكبر الأخطاء أن تجعل حضارة هي في مقياسنا جاهلية حاكمة علينا حضارة تبيح الشذوذ ليست أهلا لأن نكيف ممارساتنا وشعائرنا على أسوسها إذا أردت الصدق في التقييم الحضاري فارجع إلى علمائهم إلى الأكاديميين منهم إلى الأناس الذين يمكن الأخذ بأقوالهم حقيقة هنا لا يغفل الأخوة أنه طبعا ممكن أنه لما تجد مثلا شخص عادي مثلا من الغربيين من من أصلا ليس معتادا على مثل هذه الممارسات للوهلة الأولى يستبشعها ولكن هل هذا موجب لأن نتخلى عن مثل هذه الممارسة وهذه الشعيرة إذا فتحنا هذا الباب إذن علينا أن نتخلى عن كل شيء من الألف إلى الياء مثل ذلك الرجل الذي كان يعذبونه لأنك إلى الآن تجد الغربيين يستهزئون بالحجاب خصوصا المرأة المحجبة بالحجاب الشرعي الكامل يعني إذا إمرأة مع العباءة والنقاب أو البوشية يعني كل شيء فيها مستور الكل ينظر إليها شزرا ويعتبرون ذلك تخلفا وجاهلية والبعض أصلا بس يشوفون هالشكل مثل ما صار يعني يعني يسوون هالشكل أحيانا بس يشوفون وحده هالشكل تمشي أصلا مو فقط هذا حتى أنا بهذا اللباس ذات مرة أتذكر رايح إلى الحسينية فماشي وإذا بإمرأة إنجليزية من الجهة الأخرى تأتي شويهم كانت متقدمة في العمر فبس شافتني خافت خصوصا بهذا اللباس فسوت هالشكل على طول هالشكل يعني حتى لا يأتيها شر من طرفي كمثال يعني إذا أردنا حقيقة أن نفتح هذا الباب فكل شيء يستهزئونهم به يستهزئون بالحجاب يستهزئون به كثير من شعائرنا وكثير من أحكامنا أنا إلى الآن أتذكر أنه قبيل سجني بأشهر بالكويت قرأت في صحيفة القبس مقابلة كانت أو تقرير ما أتذكر عن أحد الآن هم ناسي اسمه كروفسور أو دكتور ألماني هذا كان دارس الإسلام وتعمق في الإسلام ومعجب بالإسلام إعجابا رهيبا مو ذاك رجيش اسمه قارودي مو ذاك لا واحد آخر فهذا معجب جدا بالإسلام ويدافع عن الإسلام ولكن ما أسلم فلما سألته الصحيفة أو من نقلت عنه الصحيفة أنه لماذا لا تسلم وأنت كل هذا أنت معجب بالإسلام قال شيء واحد أنا فقط لو هذا ماكو بالإسلام أنا أسلم فورا وهو الحج لأن عقلي ما يستوعب هذا الحج هذه ممارسة تقسية جاهلية وثنية قديمة شنو هذا المنطق أنه تعال أنت اتعرى وإلبس فقط قطعتين قطعتين يعني الإحرام وتعال دور حول بناية أربع جدران من حجر وبعدين روح وهم بعدين آخر شيء هم من هل قد أنتوا ناس مخابيل رايحين إلى أربعة صخرات تقولون هنانا الشيطان بسم الله والله أكبر يعني نرمي الشيطان شنو هو الشيطان يتأثر هذا صخر شنو الشيطان موجود هناك يعني يقول هذه ممارسات جاهلية غير حضارية أنا ما أقبل له الحج ما موجود بالإسلام أنا أدخل أنا أمسألت قالوا لا هذا ركن ما يصير يعني مو مثل بقية الأمور الأخرى هذا ركن لازم يعني فأنا ما أقابل هذا الشيء آخرون أيضا كانوا أيضا يعبرون عن الاحترام للإسلام كثيرا وكذا أيضا لا يسلمون ليش يقولون لأنه فيه ختام أنا ما أقبل هذا أنه أنا أدخل في ديني يقطع من بدني قطعة من جسمي قطعة ما أقبل شوفوا إخواني مسألة دين الله تبارك وتعالى لا يجب أن تكون خاضعة للمزاج ونسمي هذا المزاج مقياسا حضاريا لأن الشعوب تختلف في أمزجتها تختلف في مقاييسها تختلف في نظراتها العرفية للأمور نحن علينا أن نرجع إلى العرف الشرعي أو العرف المتشرعي لا يتمكن أحد من أن يكابر في مسألة أن التطبير أمر يقبله عرف المتشرع لماذا؟ لأنه هذه سيرة المتشرع بعد إحنا المتشرع هذا خلفا عن سلف عبر الآن عقود وقرون هذه السيرة ماضية فينا وكانت على مرءا من الفقهاء والعلماء ومتصلا إلى زمان المعصومين عليهم الصلاة والسلام ولم نجد نكيرا من أحدهم هذه يحق أن تجعل مقياسا حضاريا لنا نقيم شعائرنا وممارساتنا وعاداتنا على أساسه وليس العكس وإلا ذاك يكون مزاجا تفتح باب المزاج لو تصير مثل هذا الخطيب اللي البارحة بعد انتهاء المجلس منو قل لي منكم؟ اللي قال لي أنه هذا الخطيب اللي جايبينه اللي قايل أنه ينصح الفتيات أنه لا يتشددن في حجابهن في هذه البلاد منو نقل لي البارحة منكم؟ حسين أنه هذا هالشكل قايل بالجامعات اليوم بعد؟ بالجامعات بالجامعات شوف بدلا من أن ينصح أصنفتيات بالتقيد بالحجاب الإسلامي لا يقول شوية افتح المجال أكثر حتى شوفوا المهزلة هذا ليش؟ هذا النهم هذا خطيب من هذا النوع الذي يعاني من شيء من التصاغر والنقص أمام الآخر يعني منهزم حضاريا أمام الآخر ما عنده استعداد أنه يثبت نفسه أمام الآخر يا أخي أنت تمثل حضارة الإسلام حضارة التشيع العظيم حضارة الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ارفع راسك قول نعم هذا أنا وشوف شلون تفرض احترامك عليهم ترى للعلم الإنجليز والغربين بشكل عام ما يحترمون الذي يتصاغر بالعكس يحترمون الذي يتشبث بـ يعني تقاليده وبيعني أعرافه وبهذا شيء معروف عنهم يعني شخصيتهم تحترم هذا الإنسان سبحان الله أنا ما أفهم أنه هؤلاء يعني قادوا أمتنا إلى هذا المستوى من الانحدار مع الأسف بسبب نفسياتهم الضعيفة بسبب نفسياتهم الضعيفة إذا أردنا أن نعرض شعيرة التطبير المقدسة على من يمكن التعويل عليه من المفكرين والأكاديميين غير المسلمين والدارسين مثلا في علم السوسيولوجي وما أشبه في هذه الأمور كيف يمكن أن يقيمونها حقيقة إذا درسوها بعمق فإنهم يمتدحون هذه الممارسة ويعتبرونها مفيدة جدا في تقوية هذا المذهب أو هذا الاتجاه الديني البشري على سبيل المثال هذا المثال الذي ذكرته وأنا أكثر من مرة وأعيد تكراره لأنه أنا شخصيا كنت في الموضوع يعني التقيت به هذا الرجل على هامش لقائه مع مجلة المنبر وكان عندنا بالمكتب وتبادلنا أطراف الحديث ووجدته بالفعل رجل يعني يقدر كثيرا هذه الممارسة وهو متخصص في هذا الجانب دكتور لبناني بوليس جوزف الحلو أو بوليس يوسف الحلو دكتور لبناني نصراني سألته المجلة هناك من يرى أن الشعائر الحسينية خرافة وتسبب نظرة سلبية عن محيها في عيون العالم هل هذا صحيح من وجهة نظركم؟ هذا دكتور هنا أنا ما ذكرت أنه في أي جامعة المهم هو متخصص في السوسيولوجي على ما أظن قال هذا هراء شوف هذا كلام وهو بعيد كل البعد عن الحقائق العلمية لأن الخرافة كما هو معلوم عبارة عن شيء ابتكره العقل البشري لنموذج أو صورة معينة مستعصية على فهمه ولذا فإنه مع تطور العقل البشري لا يمكن لهذه الخرافة أن تستمر إن الأصل في الخرافة أنها لا تدوم ولا تبقى بل تزول بزوال مخترعها أما الشعائر أو الطقوس الدينية فإنها مرتكزة على أسس عقائدية وإيمانية لا تعرف النقص ولذا فإنها بقت واستمرت زين تسألوا المجلة سؤالا آخر وماذا عن التطبير الذي يمارسه الشيعة يوم العاشر مواساة لإمامهم الحسين عليه السلام ما تقييمكم له من وجهة النظر الأكاديمية قال التطبير نموذج من نماذج استشعار الألم وإيذاء الجسد للوصول إلى حالة الاستذكار الكامل تؤذي جسدك شوي تستشعر يعني هذه الآلام اللي هي آلام الحسين عليه السلام حتى تستذكر كاملا ذلك الموقف يصير عندك حالة استذكار كاملا والتطبير من وجهة نظري هو الشعيرة الأكثر تحريكا للمشاعر والأحاسيس وبالفعل هكذا قلت لكم بالأمس أني نصحت كل من يعارض التطبير خصوصا من الشباب المؤمن أن يجرب ما يخسر شيء خليه يشجع قلبه باتشر يروح إلى أقرب موكب تطبير أو محفل تطبير يروح ويطبر البس كفنك أو روح هناك أصلا يوزعون أكفان هم يوزعون أكفان وروح هناك روح إلى الشخص المتخصص يضربك ضربتين على راسك شجع نفسك قول يا حسين قول حيدر وجرب وشوف ما رح تنسى هذه اللذة الروحية أبدا وستصر على أن تمارس هذه الشعيرة في كل عام الرسالة جيت لكم بها من هذا الأخ من البحرين قبل ثلاث سنوات أرسل لي بعد السلام إلى آخره أقدم السلام والتحية لسماحة الشيخ ولكل القائمين في خدمة هيئة خدام المهدي عليه السلام وأحب أن أنبئكم بأنه ببركة جهودكم وإجاباتكم ومحاضراتكم التي نزعت الشك مني وأحللت اليقين فتوفقت لأداء شعيرة التطبير لأول مرة في حياتي وقد تبين لي صدق كلامكم فمن أول ضربة بالسيف نزلت على رأسي استشعرت ألم الحسين عليه السلام وارتسمت واقعة الطف في مخيلتي وتخيلت مقدار الجراح والضربات التي تحملها التي تحملها الإمام الحسين والتي بلغت الآلاف بأبي هو وأمي وقد تغيرت نظرتي إلى الدماء التي كنت أقشعر حين أراها على رؤوس المطبرين وبدأت أسعى بأن أجعل الدماء تسيل على وجهي والكفن الذي ألبسه وكلما قدمت دماء أتحسر بالنظر إلى من تسيل منه دماء أكثر مني فتركت دمائي على وجهي ولم أمسحها إلا في نهاية الموكب ولن أنسى هذه الذكرى طوال حياتي وإن شاء الله أوفق للتطبير في يوم الأربعين شاكر لكم كل جهودكم ويؤلمنا كثيرا أن لا نرى جديدا في موقعكم في هذه الفترة الأخيرة فإذن الشعور هو هكذا الشعور أيها الإخوة هكذا هذه الشعير المقدسة حقيقة توصل الإنسان كما قال هذا الدكتور النصراني إلى حالة الاستذكار الكامل إن تجرب قوي قلبك روح وتوكل على الله وأدمي نفسك وفي هذه اللحظات أتحدى أنه كل إنسان يعمل بنصيحة هذه سيرى أنه في هذه اللحظات صبيحة يوم غد إن شاء الله تعالى سيشعر للمرة الأولى في حياته هذا الذي يطبر لأول مرة أنه الآن واقف في معركة الطف في وسط المعركة حقيقة أول تطبير ممثل أي تطبير آخر إلا إذا هذا مثلا ما يطبر فيما بعد مثلا في كربلاء المقدسة في صحن الحسين عليه السلام هذا كان له طعم آخر طعم خاص آخر إخواني التطبير لم يكن قاصرا على فئة دون فئة من الأمة الشيعية بل كان ممارسة يقوم بها يقوم بها مختلف فئات الشيعة حتى أولئك الذين كانوا منقطعين عن البلدان أو المناطق الشيعية التي يعني الشيعة فيها أكثرية كالعراق وإيران وبلاد البحرين الكبرى هجر وجزيرة البحرين فمثلا إلى ما قبل مئة عام تقريبا أقل من مئة عام كان موكب التطبير تجري فعالياته في القاهرة من الشيعة المصري وهذه حقيقة ذكرها الأديب المصري المعروف زكي مبارك في كتابه المدائح النبوية الذي ألفه عام ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثين يقول زكي مبارك يقول كانت عادة النوح على الحسين في يوم عاشوراء تجري في القاهرة إلى زمن قريب وكنت أسمع بأخبار ذلك وأنا طالب بالأزهر فلا أصدق لأني كنت أقضي يوم عاشوراء بين أهلي في الريف ليش؟ لأنه كان عندهم عيد يوم عاشوراء كان الأزهر يعطل كل واحد يروح إلى أهله في الريف يقول فبقيت هذا طبعا من علماء الأزهر هذا من رجال الأزهر فبقيت في القاهرة عمدا في أحد الأعوام ورأيت الموكب بعيني وكان الشيعة يطوفون حول مسجد الحسين رضي الله عنه وأجسامهم مخضبة بالدماء لاحظوا حتى لا يقال إنه هذه الشعيرة أو هذه الممارسة اقتصرت على مثلا بعض الفئات مثلا في إيران والعراق تركيا نعم قد يكون تسلسلها التاريخي على ما يبدو من الأتراك أو من الآذاريين يعني هم من أول من ابتكرها على هذا النحو ولكن بشكل عام بمجرد أن تعارفت عليها المجتمعات الشيعية ما من مجتمع شيعي إلا وكان يدمي نفسه بنحو من الأنحاء حتى هذه المجتمعات التي كما بينا كانت منقطعة عن المناطق أو البلدان ذات الأكثرية الشيعية يعني كان يصر الشيعة المصريين القلائل في القاهرة في تلك الأجواء على أن يطوفوا حول قبر القبر أو المقام المنسوب للإمام الحسين عليه السلام في القاهرة وأجسامهم مخضبة بالدماء في يوم عاشرة بشهادة زكي مبارك في كتابه المدائح النووية الآن كل الشيع يطبرون حتى الإيرلنديين منهم الإيرلنديين يطبرون كما شاهدوا الإخوة الإيرلنديين المتشيعين فإذن هذه ممارسة لا ينبغي أن تقتصر على أحد دون أحد هذه ممارسة راسخة وعلى أقل تقدير إنها مظهر من مظاهر الجزع نحن نعلم أن كل الجزع ماذا؟ مكروه إلا الجزع على الحسين صلوات الله عليه كما نطقت به الرواية هذا مظهر من مظاهر الجزع ولا يناقشن أحد في أنه هذا جزع أو لا ليس بجزع لأنها ليست مناقشة من متفقه ليست مناقشة من متفقه لأن التطبير ليس من الصبر فبهذا اللحاظ لا بد أن يكون من الجزع هناك أمر آخر أحد كبار علماء أهل الخلاف الذين تشيعوا واهتدوا إلى ولاية أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام هو عالم سوري شامي معروف هو الشيخ محمد مرعي الأمين الأنطاكي الذي كان مفتي حلب في سوريا في عصره وهو أيضا من خريجي الأزهر هذا الرجل له كتاب جليل ومهم اسمه كتاب لماذا اخترت مذهب الشيعة مذهب أهل البيت عليهم السلام وهذا الكتاب أيضا في مقدمتي هذه إحدى الطبعات وفيها صورته من أراد فليشاهد هنا صورته وهو بالزي البكري العلماء البكري وهنا صورته بعدما تزيى بالزي العلماء الشيعي هذا الرجل كتابه كتاب جيد ومهم رحمه الله توفي هذا الرجل قبل فترة طويلة في موضع من مواضع كتابه يحكي قصة مناظرة جرت بينه وبين بعض علماء أهل الخلاف بعدما أعلن الرجل تشيعه وكان موضوع المناظر في شأن التربة الحسينية والتعازي وهؤلاء أنكروا عليه دخوله في التشيع ومن جملة ما أنكروا أنه وإنتشيا عندكم خرافات وكذا من بينها إسالة الدماء شوفوا الرجل الذي حقيقة يكون نظيفا في عقليته يعني عقليته نظيفة لم ينكر ذلك كما فعل مع الأسف الشديد بعض المهتدين الجدد ممن مع الأسف الشديد أيضا أقولها اهتدوا أو انساقوا وراء النظام الإيراني أو الأحزاب الضالة ولذلك أخذوا بترديد ما تردده تلك الأبواق الضالة من أنه لا مراجعنا لا يقبلون وهذا عمل الجحال ما أدري شنو من هذا القبيل لا هذا لا يقوله عالم بحجم بحجم هذا العالم الشيخ محمد أمين المرعي الأنطاكي رحمة الله عليه لأنه يفهم جيدا أهمية هذه الشعائر ومن بينها الإدماء فدافى عنها دفاعا مستميتا وبين أهميتها أمام أقرانه من الذين حاولوا تسفيها هذه الشعار مثل هذا الدفاع على الإخوة المتشيعين وغيرهم أن يدافعوا به عليكم أن تتعلموا من مثل هذا الرجل ومنطقه العلمي يقول في الصفحة 295 من كتابه مناظرة بيني وبين بعض الأعلام من أهل السنة والجماعة في شأن التربة الحسينية والتعازي يقول وفي يوم الرابع عشر من شهر محرم الحرام سنة 1374 أتاني جماعة من علماء السنة وبعضهم زملائي في الأزهر حاملين علي حقدا في صدورهم لأخذي بمذهب أهل البيت وتركي مذهب السنة ودار البحث بيننا طويلا يقرب حوالي عشر ساعات تقريبا وذلك في كثير من المسائل ومنها انتقادهم على الشيعة بأنهم يسجدون على التربة الحسينية فهم مشركون وإجراؤهم التعازي على الإمام الحسين عليه السلام وهو بدعة فقلت لهم كلاهما أمر محبوب محبذ إليه من الشارع المقدس ثم يفصل في شأن التربة الحسينية إلى أن يصل إلى الموضع الذي يتكلم فيه عن التعازي وعن الإدماء فيقول وأما قولك يحكي كيف كان يجيبه وأما قولك إجراء الشيعة التعازي على الإمام الحسين عليه السلام هو بدعة فهذا كلام باطل فاسد ولا أدري لماذا تنقمون على الشيعة بإقامتهم التعازي على شهيد الحق والإنسانية الإمام بن الإمام حفيد الرسول وسلالة الزهراء البتول سيد الشهداء الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام في مصابه العظيم الذي زلزلت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق والحادثة المروعة التي لم يسبقها في العالم الإسلامي ولا في غيره سابق ولا يلحقها لاحق إذ أنه جلل عم خطبه العظيم جميع الأمة الإسلامية حتى الجن والطير والوحش راجع كتب المقاتل تعرف وبعضكم يعترض على الشيعة بأن الحسين عليه السلام قتل منذ زمل بعيد يربو على ثلاثة عشر قرنا فأي فائدة في البكاء عليه واللطم على الصدور والضرب بالسلاسل بحيث يسيل الدم يقول فاعلموا أن عمل الشيعة هذا هو عين الصواب عين الصواب بحيث يسيل الدم رجل من علماء الأزهر واهتدى وكان مفتي حلب فاعلموا أن عمل الشيعة هذا هو عين الصواب أولا لو أنهم لم يستمروا على إقامة ذكرى سيد الشهداء لأنكرتموه كما أنكرتم يوم الغدير وحديثه المشهور المعترف به لدى المؤالف والمخالف فرواه أكثر من مائة وثمانين صحابيا فيهم البدري وغير البدري ومن التابعين أكثر فأكثر فالشيعة لم يأتوا بشيء إذن ثانيا الشيعة اقتفوا أثر أئمتهم في ذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام فلو وقفتم على كتب الشيعة لما أوردتم علينا نقدا وألفت نظركم إلى كتاب مقدمة المجالس الفاخرة للإمام شرف الدين وإقناع اللائم على إقامة المآتم للإمام السيد محسن الأمين العاملي رحمهم الله ففيهما من الحجج ما يقنع الجميع وانظروا أيضا إلى صفحة 576 من مصابيح الجنان للحجة السيد الكاشاني إذ قال فيه ينبغي للمسلمين إذا دخل شهر المحرم أن يستشعروا الحزن والكآبة وأن يعقدوا المجالس والمآتم إلى آخر كلامه كلام طويل عريض في إثبات استحباب وأهمية هذه الشعائر المقدسة بما فيها الإدماء وعبر الرجل عن كل ذلك بأنه عين الصوام وبالفعل عين الصوام والتفاتته مهمة أيها الإخوة التفاتته مهمة أنه لولا هذه الأمور لأنكرتم عاشوراء كما أنكرتم الغدير لأنه بالفعل يا جماعة الغدير الذي حضروا أكثر من مئة ألف أو ثمانين ألف أنكر الآن أنكر يقولون لا ماكو يعني غاية الأمر إيه صار أكو مشكلة فقال يابا أنا اللي يحبني يحب علي وأنا أحب علي وكلنا نحب بعض بس هالشكل كل راح قضية التنصيب والبيعة وكذا كل 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 راح كل راح في حين قضية الحسين عليه السلام ما يستطيعون إنكارها ليش؟ لأنها بسبب هذا الإحياء بهذا التفاعل بهذه الشعائر بهذه الممارسات سنة بعد سنة ما يستطيع أحد أن ينكر هذه الحقيقة وهذه المصيبة والفاجعة العظمى هذا من الأهداف المهمة حقيقة شوفوا لو افترضنا أن الشيعة كانت لديهم مثل هذه الممارسات ومثل هذا التفاعل ومثل هذه الشعائر في أيام الفاطمية عبر القرون أيضا لم استطاعوا أن ينكروا قضية شهادة الزهراء البتول صلى الله عليه كما ينكرونها الآن الهجوم على الدار وما جرى لأنه هذه التي تحييها مع الأسف إحنا ارتكبنا خطأ تاريخي قاتل في القرون الأولى إذ لم نحي قضية فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام بمثل ما نحي أو كنا نحي فيه قضية الحسين صلى الله عليه القضية هكذا ومن جملة أيضا الأهداف المهمة من شعيرة الإدماء المقدسة هو ما بيناه بالأمس رفع الخوف كسر حاجز الخوف والتدريب النفسي على أجواء المحركة التي نحن جميعا مقبلون عليها أيها الإخوة المسألة جدا مهمة ليعتبر لتعتبر مجالس التطبير أو محافل التطبير ومواكب التطبير والإدماء المقدس لتعتبر نوعا من أنواع المناورات مناورة عسكرية ليكن الأمر هكذا على سبيل المثال هذا أمر جدا مهم وفوائد هذه الشعيرة المقدسة حقيقة يعني يصعب حصرها آثارها ونتائجها الإيجابية في حفظ هذا الدين وفي حفظ هذه الملة وفي حفظ هذا الاتجاه الولائي البرائي العظيم هذه يصعب حصرها واقعا أختم كلمتي بأمر أراه يقطع الألسنة التي يمكن أن تستطيل على هذه الشعيرة المقدسة شوفوا إخواني إنها حرب الفتاوى ليس كذلك وإن كنا لسنا نرى هذا بشيء ولكن أظن أنه بعدما نحصل على فتوى من صاحب الأمر صلوات الله عليه فإن كلا لابد أن يخرس إن كلا لابد أن يخرس إن لدينا شاهدا على أن الإمام صاحب الزمان صلوات الله عليه قد أفتى بجوازي الإدماء وسائري أنواع الشعائر الحسينية المقدسة وذلك ليس أمرا منقولا منقولا في الحلم أو الرؤية وإنما منقولا عن مرجع فقيه وقد التقى بالإمام صلواته الله وسلامه عليه وأفتى بموجب ما أفتى به الإمام هذا كتاب بيان الأئمة عليهم والسلام وهو موسوعة من أجزاء عدة من تأليف الشيخ محمد مهدي زين العابدين وهو حفيد آية الله العظمى الشيخ زين العابدين النجفي يقول في الجزء الثاني من هذا الكتاب يقول في الجزء الثاني من هذا الكتاب الصفحة أربعمائة وسبع وسبعين يقول وبالمناسبة لما أتى ذكر جدنا آية الله العظمى الشيخ زين العابدين النجفي قدس سره صاحب الكرامات نذكر له هذه الكرامة بالمناسبة يعني ذكر جده في البحث اللي كان في تلك الصفحات فيقول بالمناسبة أنا أذكر لكم كرامة من كرامات جدي المرجع قال عن بعض أهل العلم والفضل أن أهل إيران وآذربيجان وأهل قفقازيا استفتوا علماء النجف الأشرف عن الطبول التي تضرب في عزاء الحسين عليه السلام وعن ضرب السيوف والقامات والتشابيه وغيرها وإنها جائزة أو لا وإنها حرام أو لا وكتبوا ذلك في كتب متعددة كل كتب إلى مقلده وأرسلت إلى النجف الأشرف مع وفد وقرروا على أنهم إن أخذوا أجوبة الفتاوى توضع في ظروف وتختم ولا تفتح إلا في مسجد الشاه المعروف بمسجد الإمام الخميني مدة ظله العالي هو هكذا يعبر لأنه هذا كان معاصر أما جده فكان في زمان الشاه إلا في مسجد الشاه المعروف في مسجد الإمام الخميني مدة ظله العالي في طهران وتقرأ على المجتمع من أهل البلاد ليعرف كل حكم مقلده وكان ذلك في زمن السيد آية الله العظمى صاحب العروة فرجع الوفد بالأجوبة وأخبروا الناس بالحضور في يوم معين فحضروا في المسجد المذكور فقرئت الفتاوى عليهم فكان كل واحد من العلماء قد أجاب بجواب القضية كانت هكذا أنه اجتمع هؤلاء الناس من هذه البلاد وأرسلوا الرسائل مع الوفد إلى علماء ومراجع النجف الأشرف وقالوا كل واحد يكتب جوابه في ختم ويختمه ويخليه في ظرف مختوم ونأتي ونفتح هذا الظرف في محفل إنعام في المسجد الأعظم اللي في طهران والناس تسمعوا كل جماعة اللي تقلد المرجع الكذائي تتبع كلام مرجعها بعد قال فبعض قال بحرمة هذه الأشياء وبعض فصل في ضرب السيوف والقامات قال إن كان فيه ضرر فلا يجوز وهو حرام وإن لم يكن فيه ضرر فهو جائز وبعض قال بالجواز جواز مطلقا إلى أن فتح الكتاب الذي فيه فتوى جدنا المرحوم سماحة آية الله العظمى الشيخ زين العابدين النجفي قدس سره فكان فيه هذا جواب المرجع زين العابدين النجفي باسمه تعالى شأنه إني كنت متوقفا في هذه المسألة ومترددا فيها فلا أدري هل أفتي بالجواز أم أفتي بالحرمة فذهبت إلى مسجد السهلة ووصلت بخدمة سيدي ومولاي الحجة بن الحسن صلوات الله عليه وعرضت المسألة عليه وسألته عنها فأفتاني بالجواز وأنا أفتي كما أفتى سيدي ومولاي بالجواز والسلام عليكم كل الشعائر الضرب بالسيوف والقامات اللاطم الزنجيل للضرب الطبول كلها يقول الإمام أفتاني بالجواز وأنا أفتي طبقا لفتوى سيدي ومولاي الإمام صلوات الله عليه يقول فلما سمع المجتمع الغفير هذه الفتوى قالوا لا حاجة لنا بتلك الفتاوى الأخرى وهذه تكفينا خلص هذه كافية فتوى الإمام صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام فإذا لا أرى أنه هناك كلام بعد كلام الإمام صلوات الله عليه إلا أن يقول قائل إنه هذا المرجع كان كاذبا والعياذ بالله ولا أحد يقول بذلك لأنه مرجع جليل محترم من المراجع الذين كانوا يعيشون في النجف الأشرف محل احترام وتأييد العلماء وهو لا يكذب وشأنه شأن سائر المراجع والعلماء الذين في قضايا كثيرة أخرى صرحوا بأنهم تشرفوا بلقاء الإمام صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه وأفتاهم بما أفتا فإذن اليوم الذي يحارب شعيرة التطبير المقدسة أو شعيرة الإدماء أو مواكب المواساة لسيد الشهداء صلوات الله عليه بالدماء واقعا هذا يكون محاربا للإمام صاحب الزمان صلوات الله عليه إذ الإمام يفتي بالجواز في شيء وهذا يأتي ليفتي بالحرمة من عندياته ولا يكتفي بذلك بل يحارب يحارب والعياذ بالله هذه الشعائر المقدسة سوأة لهؤلاء واقعا سوأة غدا كل شخص من المؤمنين يتوجه إلى أقرب مكان تسال فيه الدماء موافقة لدم سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كما فعل الله تبارك وتعالى بأنبيائه عليهم الصلاة والسلام إذ أجرى دماءهم كل يتوجه ويجري دمه نعم في الدول العربية في غير الدول العربية الكل ساعتين جيد يلحك الإنسان خليه يروح يصلي صلاة الصبح يزور زيارة عاشراء المقدسة ثم يأخذ كفنا وهو ما يستطيع عادة في المرة الأولى أنه يستخدم القامة أو السيف بنفسه خلي الإخوة المتدربين الذين يطبرون الآخرين هم من يضربون له رأسه ثم يستمر بضرب رأسه قائلا حيدر حسين ويستشعر ذلك ماكو موكب تطبير في محلتك أو في بلدك الساكنين في بعض المدن الأوروبية المنقطعين عن العواصم هم بأنفسهم غدا صباحا يتجمعون حتى لو يكون عددهم خمسة ستة في أي مكان في أي بيت في أي صالة وفي أي حديقة في أي مكان ويقولون حيدر ويضربون أنفسهم ماكو قامات يستخدمون أي شيء ولو شفرات الموسى أو السكاكين أو أيا يكون المهم أجري دمك موافقة بدمي سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لا تخلي أحد والعياذ بالله يجعلك تنكص على عقبيك أو تتراجع في إيمانك وفي إصرارك امضي على ذلك راشدا لا تكترث لأحد لا تجعل أحد يجبنك لا أحد يقول لك ترى هذا فيه ضرر ولا واحد في العالم طبر وتضرر أبدا ولا واحد لا سبب موتا ولا سبب مضرة لا يضحكون عليك يقولونك هذا ترى ينقل الأيدز من سفالة الذين يعني يحاربون الشعائر المقدسة يقولون ترى هذا يتطبرون ترى يصيبكم أيدز لأنه هذا لما يضرب هذه القامة على هذا الرأس هذا بأيدز هذا يروح على الرأس الآخر فينقل الفيروس بهذه السفالة وكأنه ماكو تعقيم وكأنه أصلا منه قال أصلا ينتقل بهالطريق تعقيم موجود دائما يستخدمون المطحرات والمعقمات هذه الموجودة ديتول وغير ديتول ويخلونه والناس كل هذا معروف عند كل المجالس كل مجالس تطبير هكذا فتوكلوا على الله لا تجعلوا أحداً بمثل هذه الوساوس الشيطانية يثنيكم عن هذه الشعيرة المقدسة ولا يخسرن أحد لا يخسرن أحد غداً هذا الشرف العظيم إذ يسيل دمه موافقة لدمه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله صلو على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم ورعا أدعو الحمد اشتركوا في القناة